حسام غالي هو سبب ان انت التمشو من عندي اسبابي بقى ليه الصورة اللي وصلة للجماهير مختلفة قدمت ما يثبت ان انا على حق انتو مضيت وحمد يفتح يا صاح لا خالص خالص مستحيل ساخد بالك الطرف التاني من حق الرد في اي وقت ابسط واسهل من كده بكتير ويف معكم عشان مجهود ولا عشان صحاب انا بكلامك بوضوح والله بص يعني انا ما بايتش عارف مين المسؤول انا دايما بقولك حظه حلو ليجي بعد حد فاشل ياريتنا بنعرف نعمل ده والله ياريتنا يعني قدمتوا استقلتكم ولا تم اقالتكم انا مشيه حرام وحلال صراحة امتى قدر اقول ان كابتن حسام حسن نجح يا جماعة يعني اتعبوا شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم وانا كابتن رضا شحات حبيبي ازايك انا عادة انا كابتن بعمل مقدمة لكل ضيف والحقيقة ببدأ اتكلم عن الضيف لكن المقدمة دي بالنسبة لي تاريخية لانها بتفكرنا بمطشة ستة واحد اهلا بك الاول يعني سعيد جدا ان انا مع حضرتك انت عارف عن مستوى الشخص انت بالنسبة لي يعني صديق مقرب جدا وبحبك جدا على المستوى المهني انت شخص يعني ناجح جدا هنتكلم كتير لكن خلينا ابدأ من البداية دي مباراة ستة واحد وتأثيرها ايه على مشوار كابتن رضا شحاتها وفكرة ان المباراة زي دي تكون تاريخية يكون النقل بالشكل ده واول هدف واول لما ناقل التليفزيون يجي شفتها ازاي القصة دي يعني اهم حاجة في القصة بالنسبة لي ان هي مرتبطة بالنادي الاهلي او بجمهور نادي الاهلي حاجة مميزة اه وموجودة من وقتها لحد النهار ده لسه ناس بتسترسلها بنفس الشكل بيبقوا مبسوطين لما بتيت السيرة دي فدي بالنسبة لي دي اهم ميزة بالنسبة لي يعني ان انا عايش على النادي كل حد بيقابلك في الشارع بسم الله الرحمن الرحيم مبسوط جدا انت تبقى موجود مع جمهورك وناديك اللي انت بتشجعه الناس فاكرها بحاجك وهي صرف دي حاجة بنسبة لي قوية جدا يعني قبل المباراة دي يعني انا بمعنام نتكلم مباراة دي قبل المباراة دي كان اوتوفيستر وصل لمرحلة من الغرور ان هو هيكسب الاهلي باي 11 لاعب كان المعسكر الاخر بقى اللي انت جواه معسكر النادي الاهلي مع من والجزيه كان وصل لكم قبل المتش القصة ازاي لا بصة يعني انا دايما نقول اهلي والزمالك ده خصة مختلفة تماما التصريحات اللي بتتقيل كلها بتبقى تصريحات ملاش علاقها بالواقع يعني تبقى ممكن تبقى بتصدر ضغوط للخصمة ممكن تبقى اهدفها ممكن تضرك انت شخصيا ولكن انا اقصد ان الفكرة كلان ده في الاخر اللي بيركز اكتر واللي بيبقى محتاج الماتش اكتر هو اللي بيكسب واللي بيحضر له كويس احنا كنا مركزين جدا في شغلنا اللي هنلعب ازاي وحتى احنا غيرنا طريقة لعبنا ان احنا هنلعب بتلاتة مش هنلعب براسين حرب عشان يبقى نايمة نستغل حتة الاطراف في ظهر البكين وحظنا الكويس نحنا الهدف جي بدري في التاني في التالت بالنسبة لك بقى فيها اريحية يعني بتبقى لازم ماتشو اهل وزمالك الستد وقتها بقى كان الجمهور حاجة يعني العدد والاجواء والزمالك كان فريق واخد يعني مع حسام حسن ومع ابراهيم حسن وحسن ايام فريق برضو نجوم كبار بس انت انزلت اجبته جوان بادري اه بتعمل توطر والاغبطة للفرقة التانية حتى الشرط التانية انزلت روح تجيب كمان فلماتش خلص بس هما هما رجعوا كابتان حسام رجع والنتيجة تلاتة صفر رجع والنتيجة صفر جاب تلاتة واحد فكانت ممكن الدنيا هنا لو انت مش مركز بشكل زي ما انت بتقول كان ممكن تدي فرصة ان هما يعملوا القنباك او يرجعوا تاني خلي بالك الفرص دي بقى بتاعت مدير فني اللقطة اللي انت بتقول فيها التغييرة دي ممكن تحصل بين الشوطين ده دور مدير فني هيرجعك بنفس حالتك فممكن تخسر ولا يفوقك عملي ما نولده زي دخل الا لو لعبته باخر خمس دقايق هتتغلب فانت الكلمة اصلا تهزك انت خلاص انت راكب الجيم فالامور بالنسبة لي هادية فداخل هادية فلقيت حد بيقول كده فانتباه وفيه انت بتقول ايه فمجرد انت بتقول ايه التركيز عالي فبدأت تنزل اقوى من الشوط الاولين او التركيز اعلى بديل انت بعد اعلى تروح تجابهم كمان فبقى اربع فالموضوع هما بالنسبة لهم خلاص اليوم مش يومنا اه الامور كمان احنا خليه بالك احنا عندنا مشكلة ان احنا في المواتش ده كان ممكن نكسب اكتر من كده ولكن مش عايز اقول استهتار ولكن اقول طبيعا انت بتروح بفرص ممكن تضايعها يعني انا فاكر محمد فاروق ضايع قرف الستة ارضا صعبة كابتن سيد ضايع فرص صعبة برضو انا مضايع واحد من نص ملعب لواحده اه وسيد عبدالحفيز وسيد ومحمد فاروق وخالد بيب واللي هي شالها وخد فيها انزار اه وفيه واحد او الحكم بيسفر بيسفر انفراد اه خالد بيب لاك فيه كذا فرصة كابتن وليد صلاح الدين قالك لعبة الزمالك كانت بتقول لنا كفاية وليد هو اه يعني كابتن وليد هو اللي بيقولها اه اه انت حصل معاك اي حور باللعب ولاية بنادي الزمالك لا 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 حصلش كلامي ولكن الحالة كانت صعبة جدا اه احساس صعبة جدا انت يعني اه ماتشاه لو زمالك والاستاد والضغط وتبقى مغلوب تلاتة او بعد كده اربعها وخمسة الامور بعد الماتش فعلا جزي كان زعلان النتيجة يعني اه خلق معنا والله اه كانت شايف النتيجة ممكن تقع لكتر من كده فخناها بقى بعد الماتش يعني اعرف اه طبعا هو زكي اه يعني كان مهم ان انت تدخل تتخانق على ده عشان اللي جاي كان بعضه الاسماعيلي بقى والاسب بقى ماتش الاسماعيلي ده وكان عندك انت فقدان ابراهيم سعيد وخالد بيبو في الكرة اللي خاد فيها انظار دي تمام اه دخلتنا ماتش الاسماعيلي بشكل صعب ان انت فاكر حد كان لسه عامل هاترك او سوبر هاترك بس الماتش كان حلو جدا طبعا افضل مهربة الموضوع كان ماتش حلو اوي 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 يعني ولكن الاسماعيلي فوتاك كان قوي جدا كابت معسن صالح كان هو من دين فاك طبعا والعيبة كانت حاجة طبعا كان الاسماعيلي يتقدم الاسماعيلي يتقدم الاهلي يرجع الاسماعيلي يتقدم الاهلي يرجع الحد 3 وبعد كده الاهلي كسب اتقدم 4-3 اه اخر كرة بقى شاري محمد شابي ضرب الجزاء كرة يعني كانينش مستهلة ولكن هيد الكورة. هيد الكورة. سأل بشوف ان الماتش اللي ضاع الدوري هو ماتش المحلة. انا بشوف. خلي بالك ماتش المحلة كان ممكن نكسبه. اكتر من كده. ضاعنا فرص كتير. اه اه. ولكن ماتش الاسماعي كان مهم. لو خلص اربعة ثلاثة انا ماتش خلص. الدوري خلص اصلا. بالضبط. كان الدوري خلص. انت مجرد ان انت تكسبه كان ده الموضوع انت. الفرق ده وكان خلاص. انا فاكر كابتل محسن صالح له تصريح منشت كان نازل في المساك كده وقتها قال لك خدت نقطة من فم الاسد. طبعا. فكرة ان انت بتتكلم عن منافسك في الدوري. وطول خدت نقطة من فم الاسد. ولعب على فكرة ان هو عنده ماتش تقريبا كان البلدية والمصري. الامور كانت خلاص بالنسبة له. اه بس ان انا اقدر يعني افوز. ايوة لان الماتش خلص اربعة اربعة ده نتيجة كبيرة. ايوة لان هو كان خلص. كان بعيد. كان بعيد. مين بقى من جيلك اقرب لها بليك. جيل انت زميلته ده. والله ناس كتير يعني شاوقي محمد شاوقي يواء الرياض. اه. حسام غيلي. اه. جمال حمزة. ابو المجد مصطفى طبعا اخويا. ابو مسلم. انتوا جيل اصلا عاملين اه انجاز تاريخ المصر. اه طبعا. 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 الحمد لله. الحمد لله. حاجة تشرفنا يعني احنا بقى. برغم ان كانت بداية كارسية. برغم ان احنا كمان يعني كنا نستهل اكتر من كده. احنا كان يعني ماتش غنة المفروض ما نخسروش. بتلعب نهيئي المفروض. انا فكت. كان نفسيا نلعب انها عشان الارجنتين طبعا. بس ما هو انا كنت عايز لك عشان البداية. البداية قد صعب قوي. فريق. قل لي بقى ازاي يتغلب سبع واحد. انا بقى هنقل لك من مكان لما كان كده خليك معنا. انا هنروح. انا معك ازاي نتغلب سبع واحد. لان المنتخب ده كان سبب انتقالك للناد الاهلي. تمام. ازاي فريق بيتغلب سبع واحد من منتخب الارجنتين في دور المجموعات. ويقدر يصل الى فكرة ان هو كان اقدر بالوصول عن غانا من وجهة نظري ان شفت المباراة. يعني كنا جير موفقين جدا في مباراة غانا. اه ان هو يحقق مديلا برونزيا ما اتحققتش في تاريخ اصلا اه المنتخبات المصرية. في كاس عالم. ازاي عملتوا التويست ده? مدير فاني. كابتن شاول. طبعا. اه. ده وجهة نظري. اه. اه. بس الكلام ده انا فهمته لما يعني. لما بيت بجير خاني. اه. اكتشفت دي. اه. تدخله في الوقت ده. ان ان انت تبقى رايح. انت طبعا طلع سبعة ده محدش شايف. خلصانة اه. ان هو رد فعلي يقول لك اطلع عشان وتعال عشان هنخرج نتعاشة برة. دي. والله اي? اه طبعا دي حاجة جديدة يعني. اه. مش شفت ايه يعني نتعاشة برة. ازاي يعني. اه. مستنين حاجة تانية. او متعودين ان احنا دايما نفع قاب يعني. بزب. مجال الكرة بتاعنا. اه. فلا ايلا هنتعاشة برة. اه. والامور خالص فيش حاجة والامور هديت تماما وبيضحكوا عادي. لحد ما وصلنا قبل المطش اللي هنالعابه التاني. تاني اه. خلاص يا جماعة ومطش بس انا هقول لكم حاجة ان احنا اقصى حاجة الانتخابات وصلت لها. عشان الناس تنسى ده اللي حصل ده لازم تعد دور التمائة. ما نفعش تبقى في دور التمانية كمان. الله. اه. الموضوع خلص. اه. ما ينفعش يبقى في مجموعات. ونقف. او او اصعد من المجموعات. لا. لازم نعد دور التمانية. ما ينفعش ينقف عن دور التمانية. يعني نفعش. الثرجة بعد المطش ده على طول. اه. عشان لان ده كان صعب جيل صعب قوي ان انت يعني مع كامل احترامي هتلاعبه تاني. مش هيكسبك تاني. مش هيكسبك تاني. كانش هيكسبنا تاني. اه. احنا الغلاطات اللي حصلت في الماتش ده او المشاكل اللي حصلت بتحصل مرة. مش تحصل اتنين. ايو بس. يبقى مس سبعة بس يكسب اتنين تلاتة. ما كانش هيبقى الماتش سهلة اه. اتوقع لان احنا كنا يعني احنا طول الوقت واحنا بنسترسل الماتشوت. احنا عايزين ممكن اصلا يفكر فيك في الماتش النهائي. اه. بتفكير دور المجموعة انت فريق سهل. فانت اتفاجئوا باداء مختلف. بقولك انت وانت بتلعب وعايز توصل للنقطة. اه. انت عايزت تلعب. فوصلت خلاص قبل انهاء انا عايز اعلعب نهاية بقى عشان انا لعبهم تاني. اه. عشان الماتش سعب عادة. اه. فكان لا كان هيبقى الوضع مختلف انا متأكد. واحنا كنا فرقة كويسة جدا وعلينا مع مع الماتشوت. ده حي وثلاثة. بعد كده بطولة تانية تقريبا ادف لكم بقى احمد بلال. وبرضو خده مركز. دي دي لنقلت احمد بلال. ده اهم باقي ماشي. اه ما انا عارف. اه. اه. انا عارب معي بقى الناس بقى وعد يحكي لي ونجاين لي وهروحه. اه. اه. وربنا وفقه جدا في البطولة دي وعمل بطولة هاجل بلال خلي بالك من روس الحاربر المحترمين. ده حقيقي. اه. انا على وقت اقول لك حاجة. اه. انا بشوفه بالناس اللي بخدتش حقا افكور. بتشوف تصريحاته ممكن بتزلمه شوية وتزلم قيمة احمد بلال كلعب وكمهاجم. طبعا. طبعا. انا بص انا ما انا بحب بلال جدا. اه. واللي بقوله ده بقوله من جوايا. انا بحبش حد اه او اي حد يطلع برة طبيعته. اه. خليك بطبيعتك. اه. مهما كانت السيناريوهات ومهما كانت المكاسب اللي ممكن تكسبها. انا احب ريدة شحاتة يفضل ريدة شحاتة. اه. شايف انت احمد شايف ان ده مش طبيعت احمد بلال. لأ. يعني قصة التصريح ورد وده يرد وده نتكلم ده مش لا هو مش كده. انا عارف ان هو مش كده. انا متأكد ان هو مش كايف. فعشان كده بقوله اه لا. اعرف ان هو شال جمهريا فكرة هزيمة الاهل في السوبر الافريقي. لا طبعا. هو لا جمهريا انا بقولك جمهريا. طبعا. اه يعني. طبعا طبعا. لأ طبعا. بس يعني خلينا اه ماشي. بس لا. مستحيل. لا خلينا. بس في قصص كتيرة او في الكرة بعيدة يا جماعة. لا لا والاهل ما كانش موجود في المعجب. صراحة. خلينا بس عشان نبقى اه الكرة ما تروحش في حتة مطرفة. اه. قط اللبس. والتمرين. ده قصة تانية خالص. اه. وكل اللي بحصل على الميديا وكل اللي بتقال ده. موضوع تاني. ده انت عايش في ايه دي حمادة. ودي حمادة تانية خالص. اه. لان الموضوع هنا مختلف. انت كل يوم بتدخل انت ولعبتك. اه. في مود مختلف. اه. انت عندك الخمسة وعشرين لعيب. كل واحد جاي بمود مختلف في بيته. اه. وانت مدير فني ممكن تبقى متدايق. فانت ما انتش عارف الاسبوع كله ماشي زي اساسا. ما جيش تقول لأ اساس تصريح احمد بلال. اه. ما تختزلش الموضوع. لا 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 صعب صعب. مش ده بس. اه. ده في كل حاجة. ده انت عندك. هل عندنا قصص تانية خلص والقوضة المقفولة ده يا جماعة. اه. اه. لعيب متدايق. لعيب زعلان. لعيب مش عايز اتمرن. لا. انا انا متدايق. انا مدير فني مش في المود. مش. في ميتين الف حاجة في الفترة اللي هي بتاعت التحضير دي. في فترة. انت متعرفش عنا حاجة. اه. في فترة رجودك مع من والجزئي. مرته بفترة من الفترات دي ان تكون فيه حطين احتمالات مختلفة. لان خلينا اقول لك ان اللي حصل في مباراة السوبر الافريقية دي. كان فيها جزء كبير جدا ان لعبت ان الاهلي كسبت قبل ما تلعب. والله يبص. اه. انا انا اللي عيشته في الاهلي. اه. او اللي شوفته. انا الجزء ده مش موجود تماما. والله. والله العظيم ما موجود. والله ما موجود. اه. ان حد بيستهضر ولا حد مش عايز يكسب ولا حد مكسل ولا. ممكن تكسل اثناء. يعني المطش هو شغال تكسل. اه. انت نفسك مش قادر. اه. انا واحد تاني اتنين تلاتة ممكن يبقى تلاتة اربعة دي مش معناها ان اللعب مش عايز. مش حد عايز يخسر. اه. ولكن انت ما انتاش ضامن حالتك وانت بتصحى الصبح عاملة ايه. اه. فيه. ممكن ابقى اكواس جد. اه. وانت طول الاسبوع بتعمل ايه? انا طول الاسبوع تبقى بتحضر تعمل كل حاجة. انت عارف ان دي بتفوقك يوم المطشة. اه. تعملها طول الاسبوع. اه. ممكن تجي في يوم المطشة لقى نفسك بره. بره المود. فيه حاجة غلط. اه. لان انت عارف ترجع. ولا عارف تفوق. فالناس تقولك لأ مش مركزي. لأ انا اشعرها بالتركيز غالص. يا لها علاقة حالتي اليوم ده. لان احنا خلي بالك احنا عندينا مشاكل كتيرة جدا. كلعيب كلعيبة كورة. اه. الناس مش فاهمها. زي ايه? الاكل والشرب. الصهر. الاهتمام. التنفيذ التعليمات. كل دي حاجاتها هتأثر عليك. انت ممكن قبلها بيوم انت اكل حاجة مش كويسة ممكن تأثر عليك يوم المطشة. العيب عارف ده? لا طب. طب انت تكتشف ان العلم وصل دلوقتي ان انت كل العيبة مفوضة كل غير التاني. اه. ضد تحليل دي انه. طب احنا كدر. اه. الناس بيتعرفش ده. عشان كده بقول لك في هنا قصة. ملاش علاقة باللي بيدور. باللي بيدور عن المدينة. اه طبعا. طبعا. الحالة دي اه انا بقول في قوضة مغلقة. اه. الجهاز لعق جهاز فاني ولعبها دي قوضة مقفولة. اللعيب بما بيلعبش. انت عارف الكواليس ايه? هو مفروض يلعب عشانه لعيب مهم. اه. بس الكواليس ايه طول الاسبوع? انا اه مدرب. الرداش حتى وهو لا يعب بيبص الرداش حتى بس. اه. وهو مدرب بيبص على الجهاز. وعلى اللعيب. وعلى الادارة. وعلى العمال. وعلى كل وعلى انجلة الملعب. وعلى الكرة مهوية ولا لا? والادوات موجودة ولا لا? الادوات سليمة ولا لا? الادوات منظمة ولا لا? تمرين معمول زي ما انت عايزه ولا لا? شكل اخراج التمرين طالع زي ما انت عايزه ولا لا? ما كل دي بتاعتي. في وقت الوقت حسيت ان ان انت مظلوم لعب اي لعب بيحس ان هو مظلوب. بس انا عمري يعني مجبهاش في المدرب بيكرهني. انا دايما بشوف انها وجهات نظر. وكل واحد حقه. ممكن ابقى لعب كويس. وانت مدرب كويس. بس احنا الاتنين. هو مش شايفني كويس. حقه. مش شايفني بعمل اللي هو بيطلبه مني. ده حقه. ما فيهاش كلام. انما انا بشوف وانا بشوف ان انا ممكن اتظلم بتعليمات هو بيقولها لي. هو مش عارف يخرج مني احسن حاجة عندي. طيب. وارد. فاهم. فكلها وجهات نظر. بس هل في موقف وانت لعب لما بيت مدير فني قلت لأ انا كنت في الموقف ده. يعني شايف اتجاه رضا شحة بس. لو اتحطيت مكاني المدير الفني اكتشف ان الموقف ده كان غلط. ما اتعرضتش الموقف زي ده. اتعرضت في وقت ان انا آآ يعني كان المدير الفني بيقرص علي في تعامل. آآ. عشان هو فاهم ان ده ممكن يطلع مني اخص حاجة. آآ. فانا مش كده يعني هي دي مشكلة بقى ان انا اللي انا. التعامل معنا. بيتاخد بالي قوي منها. آآ. بيت باخد بالي يعني ايه? كل اللعيب عندي لي معاملة مختلفة. آآ. نفحش كله يتعامل معاملة. الا في السوابت. آآ. الخطوط العريضة كل الناس. آآ. انما فيها تعاملات بيني وبينك شخصية. دي لازم تاخد ترك داني. وليك طريقة مختلفة عن كل كل واحد عن التاني. انا بعمل اصلا اول ما بروح اي نادي بروحه. بسبب القوزقية دي. بعمل فايل لكل العيب. كل حاجة عن العيب. بياكل ايه? بيحب ايه اخواته بيته مكانه تعليمه ايه اللي نفسه يبقى ايه عنده عربية ولا ما عندوش عنده. هو شايل بيته ولا لا. كل حاجة عنك. عشان يبقى عارف انا بتعمل مع مين. ايه. ومع الوقت بقى بتتعامل مع الشخصية بقى بتفهم العقلي فمينفعش اتعامل معك واحد زي اتنيه لا يمكن. ده فادك عشان انت اشتغلت سكاوت فترة? ولا عشان انت انا عارف ان انت من المديرين الفنيين اللي بيشتغلوا على كل التفاصيل. بزرور. لكن احنا لدينا اوضح للناس ليه وصلت ان انت بتشغل كل التفاصيل. لان انا كان في حاجة بتضيقني. اه. والناس مش قادرة تفهم ان انا ما بتعملش كده. مش المفروض تعملني كده. انت المفروض تعملني بطريقة تانية. فانا ده كان اللي كان بيدايقني وانا بعلعب بحاول اه اعملوش. اه حتى انا دلوقتي كان في وقت طويل جدا اروح اسأل المدير الفني انا بعلعبش ليه. تب يديني عيوب عشان مكنش بيقول لي. اه. فانا بقيت. اه كلام عام. اه. كلام عام وما فيش كلمة بتتقلي ولكن. قلت لأ. انا عمري ما اعمل كده. لازم اللعيب يجي اسألنا اقول له عندك ايه. واجبله فيديوهات ووريه وفراجه انت عملت كذا وعملت كذا. انا بطلب منك واحد اين ثلاثة. لازم تعملهم. لما عملتهم مش خلاص ما سانيش هاللعب. لكن انا ما كانش بيحصل معك. لأ طبعا. مش كلام ده كان ده بيدايقني. ان انا عايز افهم. انا انا من ناس اعمل القرارك صح. بس اقول لي. انا هقبلوا او ما قبلوش. انا ده قراري برضو. بس انت تقول لي انا مش عايزك عشان واحد اتنين ثلاثة. انما اجي اسألك تقول لي اقسل الفرقة وان شاء الله وبكرة. ايه ده. الكلام العام ده. فيش حاجة اسمها كلام عام. لازم تدينيه. خطوط واضحة وسليم. انا ما انا واضح معك وسليم. انت مشيت مع نادل مشيت من نادل ايه وانت لعب يعني مع اي مدير فني وبسبب ايه. لا انا مشيت في مستر مانويل كان موجود وانا طلبت منه ان انا امشي. انت اللي طلبت. اه اه. اختلفنا. انه كان عايز ابن بكرايت وانا ارافض الفكرة. وبعد كده هو اعمل معي حركة كده مش معجبتنيش. فمشيت. حركة ايه? ولا مش لازم. بلعب نادل. لا 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 خالص. انا مش حاجة. احدش هيضر اعمل معي حاجة مش على هزاجة يعني. ما حدش هيضر بازمعش الحد يعد حدوده معي. خالص. اين كان هو مين. اين كان وضع يعني. ده الطبيعي. مستحيل. اه. ما بوصلش لليفل ده اصلا. صح. ان انا هتناقش معاك في خلاف نوصل ان احنا نبقى بينهين بعض مستحيل. اه شكرا. انا اقصى حاجة اعملها معاك لو انت مين شكرا مش عايز اكمل معاك باي باي. اه. بس خلاص هو ده. فهنتخانق على ايه? صح. الا اه. باكرايت مرضتش. ايه الحركة بقى? لا لا. عدنا بقى فترة. بقى لعب باكرايت. فبدأ يقول لي لأ لازم تعمل. قلت له لأ احنا متفقين ان انت هلعب باكرايت دي فما تجيش تقول له مستواك. لان ده مش مكاني اساس انا. ما تحسبنيش على. ما تحسبنيش عليه. على ما اقار الباكرايت. قال لي لأ ما العب وما انتش دعو مش حسبك عليه. اه. فبدأ اللعبة بدأ تلعب وماتشط بقى بدأ تزهق. ان انا بارجع دفع على حد التمندو عشر. فبدأت اتدايق. فقال لي لا انت لازم تعمل. وتقول له لا احنا اتفقنا. انا مش هايزة لعب. مش هايزة لعب الحيطة دي. اه. فتدايق بقى. اه. اه. انا مش هايزة لعب في الحيطة دينا. المفروض ان انا بقول لك. لا اقول له لا. انت ما تقول ليش. انا مش هلعبها. طبع ما هتحسبني عليها. ما انا مش هعرف لعبها. اه. فجي في ماتشة في بورسة راح منزلني ديتين ومخرجني. او ديتين اه تاريق. اه. اه. يدوب انت هتكمل. يبقى انا مش هكمل ما هو. مش هينفع. ترمأ. وروحنا للنقطة دي. انا دايما بشوف. ان في نقطة. لازم نقف عن ده. لان اللي بعدها. يا اهانة لي. يا اهانة ليك. بالضبط. فهنقف هنا. اي. عشان ما نوصلش للليفل ده. يعني. يا اما انت هتغلط. يا اما انا هغلط فيك. فاحتراما لاسمي. بالضبط كان. وسمعتي الفكورة. بروح واقف. ان احنا مش هنوصل للليفل. انا عايز واحد دين تلاتة شكرا هتعملولي. تمام? مش هتعملولي يا الله شكرا. نقف هنا. اللي بعد كده هيبقى فيها غلط. فلا. ده مبدأ يعني. ايه اصعب موقف غير ده? كفريق بقى للنادي الاهدي وانت لايب مرة عليك. اصعب موقف. اه. يعني مباراة امبي. اه. مباراة امبي دي. اه. كنت قادف على الديك. اه. انزلتش المطش ده. ولكن المباراة دي قالت لي ان انت مهما تعمل مهما تعمل. في الاخر توفيق ربنا. فيش حاجة تانية. صح. تعمل وتجري ونتنطط ونتشوت ونحط من التمنتاشر ونعمل بالعرض وتعمل كل اللي انت عايزه. مش هتكسب. محمد فضل الشليل ايه دي? اه. محمد. اه جلبرتوس اضاع واحدة. ده جلد اسو ضايع واحدة في الستة. اه. اسهل. هتنوتني. اقيل. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في طعبة عند المطش ده. يعني مستحيل. مستحيل. ولكن. بس ممكن المعلق يكون هو اه يعني ينجم لاعب. يا يضيع لاعب. لان انا فاكر وقتها كنت يا ابني. انا انت صعبان عليا يا ابني. اه اه خلاص فلزقت عند الناس. هو محمد فضل. زي ما احمد بلال شر مطش المحلة. اللي هو التعدل واحد واحد بتالعب. احنا شوفوا محمد فضل ده. اه. من الناس. ولاد محترم جدا. جدا جدا. ولكن دايما بياخد حتى زي انت بتقولها دي والناس تقعد بقى وفضلوا. وزي دلوقتي في اتحاد الكرة انا ما اشتغل شوية اصلا فضل يا جماعة ومش كده خالص. مظلوم فضل. فضل ابسط واسهل من كده بكتير. ابسط واسهل من كده بكتير. ليه الصورة اللي وصلة للجماهير مختلفة. لا خالص خالص مستحيل. فضل بنا عدم سوي جدا. ماليا نزيه جدا. ما تقدرش تجيب اسمه في جملة مفيدة في ماديات. شبعان بيشتغل الشغلانة بنظافة جدا. فاهم هو بيشتغل ازاي. تابع انت عايز ايه تاني. انت متدقى مين وليه. مه. ما عرفش. ولكن يقل لي بالك ان الحاجات احنا قدر يعني الحاجات اللي بقى الكواليس اللي هي في الميديا دي. مه. شي حاجات ممكن تتعورك وانت ما. ليه ما بيحاولش حسن الصورة يعني عند الجماهير. خلي لي بالك ان يعني احنا شريحتنا شوية في مجموعة كده بنلعبش في الحيطة دي. احنا بنعمل الشغل مزبوط وبنعمل اقصى حاجة وبنشتغل وبنسبة. فانما احنا بنحاول ما تحاول تحسن صورتك دي. انا المهم بالنسبة لها كنانا متشافين في الاخر. فيه تراك في الاخر كنانا هنقف عليه. انت فضلك هنزميلك في الملعب بما انك كلمت عمرات امبي واتكلمت عن اللي حصل في مع بون فرير اللي كان عامل موسم اصلا انا فاكر كازبانين اتناشر مباراة التوالي. اتعدلنا اتنين اتنين في المبارات تلاتاشر مع الزمالك. حصر. ثم فاجأة التوقف بتاع ام افراقيا ده جابنا ارضا. يعني جابنا ارضا انت كنت تكسب الزمالك تفرق تمانية بونت. شكرا. الزمالك فاس تلاتة واحد. بقيت تلعب على النقطتين اللي هم اضعه قدام امبي. يعني والحقيقة هي فعلا كرة القدم كان فيها توفيق لان احنا ده انا كرات كتيرة جدا يعني احنا عنينا في المرشد مش هزف تكره. لكن بما انها تكلنا عن محمد فضل وعلاقتك بمحمد فضل. انت اشتغلت مع مع محمد فضل في النادل الاهلي. كان دورك ايه? كان هم دير تعقودات? ولا كان حسام غالي مدير تعقودات? ولا السلسية كانت زي? كان حسام غالي مناصق وفضل مدير تعقودات وانا نائب مدير تعقودات. اه. بس انا مش دوري تعقود اساسا. يعني دوري ما كانش يعود. قل دي ايه دورك? دوري كان اه لما بنعمل بنجيب بنتكلم احنا محتاجين باكرايت. اه. فبندور على باكرايت اللاجنة اللي موجودة بندور على باكرايت بمواصفات الرجل طالبها سريع ولا بطيء وفوراته عاملة ازاي بيهاجم اكتر ولا بيدافع التفاصيل دي كلها. اه. بندور على افاركا وبندور على مصريين بندور على العابة صغيرة. اه. ونبص على كل الناس ونبدأ نحضر واحد واثنين وثلاثة. وهو لو عنده حد بيبعث لنا اسمه احنا بنشتغل على اللي هو عايزه فبنديله المركز باربع خمس حلول. اربع خمس حلول بالانكانيات كلها بفيديوهات بارقام بداية كاملة للموديل الفاني. اتفضل دوري هنا خلص. طب سؤال هنا. اتفضل. الاربع خمس حلول دول بيكونوا متاحين تبعا للنادي. هيبقى متاح لو انت قلت لي يلا. يعني اقصو دي ايه ما انا ممكن اجيب لا بيكون مسلا القيمة السوقية بتاعته. ده دور انا. دور الاولان ايه? ان انا اخد الموافقة. اه. عشان ابدأ اشتغل ما مش هممكن اشتغل قبل ما اخد موافقة ما فيش حاجة اسمها كده. يعني ما بيكونش متحدد سعر معين او بجت معين بتتحركوا من خلالها. وانت بتدور عشان ما تروحش تدور في بجت اعلى من من بجت النادي فانت بتبزل مجهود اعلى في في مكان مش هو المكان اللي انا عنا نروح. لو احنا جينا نحسيبها تسلسل بقى? اه. القرار. البجت. اه. التحرك. اه. انما ناس كتات عزان التحرك الاول طب عاملوا ازاي? اتحرك بصفتي ايه? يعني ان اتحرك مدير التعاقدات انا. انا نائم مدير التعاقدات انا اتحرك على العيبة بصفاتنا ايه? ام. رح اجب العيب اتعاقد مع العيب والمدير الفن مش عايز والنادي ما عارفش عنه حاجة? هو ده منطقي? لا طبع. طبع. فاحنا بنستنى القرار من من المدير الفني. اناحنا عايزين اللعيب ده او اللعيبة دي اللي موجودة اللعيب ده تب البجت اللي هنتحرك فيه كامل. كزا. فبنبدأ نتعامل. انا بقى انا ده دوري ان انا اتفاوض واجب لك اقل من اللي انت عايزه. ده دوري. انما اللي دور بس كانت وقتها كانت مختلفة شوية. كان عايزيني خلالات مختلفة يعني. مين اللي كان معك في اللجنة? اه كان محمود سليم اللي هو شغال في المنتخب دلوقتي. عارفه طبعا اه. هو علي. علي طا. علي طا. انا عارف الاتنين بشكل شخصي يعني. علي طا كان دايما مع كابتن اب جلال راح مطلع عليه. بالزبط. كان كابتن اب جلال بيعتمد على الانتماعات كله. ومحمود سليم نجاحه في السعادية. يمكن ميده اللي وداه السعادية. ولكن هو كمل بعد ميده. واشتغل فترة نجحة جدا في السعادية. ثم مع منتخب مصر. احنا افاشنا محمود ده كده من الاول بقى خالص. كانش فيه محمود خالص في وقتنا. وقت اللي احنا جبناه ده كان محمود. قول لي بدأت ازاي بقى. يعني قصة جات ازاي. فضل اكلمك. فيعني اعزك معي في التعاقدات. انا ايه انا رضا ايه علاقة بالتعاقدات. مش حتيتي خالص. اه. فقال لي لا ما احنا هنعمل شريح لي بقى فكرة اللجنة وفكرة هيبقى دورك ايه. انما انت موجود معي حتى بيروح اتفاهم عليها بروح معي. ولكن انا دوري فني. اه. بحت. اقطع النشقين. وعندي اللعيب اللي هنجيبها واللعيب اللي هنجيبها. وبنبص عليهم وبنبص على اللعيب ازاي. ما فيش حاجة اسمها لعيب بفيديوهات. وما فيش حاجة اسمها لعيب فمعامل ماتشين كويسين فرح اجيبه. لأ. ماتشات كاملة ونقعد نتفرج مع بعض انا وعلي ومحمود نبي بقى نجيب ونطلع الداتا. اه لعيب كويس. طب اللعيب ده اصلا عنده ايه في بلده. مشاكل ايه مشكلته. ممكن تجيب لعيب عنده فبتعرف كل حاجة عن كل الناس. وبتعرض على على المدير الفن. كان ده دورنا. نجحته ان انتو يعني تبرزوا اسماء مين? ظهرت بعد كده. ده كان في مع اه حمدي فاتحي وفي امام عشور وكان في امام عشور. اه طبع. حمدي فاتحي وامام عشور وحسين حسين الشحات اه محمد محمود في في تعودي دجرة اه شفيد دلوقتي اه. اه. كان في في ناس تانية برضو سنة مش دول انتم خلصتوا معهم دول خلصتوا يعني انتم كان خلص لان دول كلسه حسين كان ماضي. حسين كان ماضي معنا. كان ماضي. اه بس حسين كان وقتها كان لسه ملعبش كاسعلم انديه في العين. اه فلما لا unsafe كاسعلم الدنيا رفعت. انتم اتكلمتوا عن حسين وهو في المقس والا هو في العين. ده في العين. وفي العين. اه. تمام. بس كان قابل عن كاسعلم لانه خليبه لك نقلت حسين. كاسعلم واختلفتpause. اه. احنا كنا عايزين يخلصوا قبل. امام عشور كان فين بقى حرص الحدود? لا كان في حرص الحدود كان امام لسه حكة صغيرة يعني ما كانش بس. بس كان يعني اللي فهم كرة شايف ان فيه حاجة جاية. ده جاي. اه. ده هيبقى لعيب مختلف. كان فيه برضو في احمد حمدي وياه وريان وشوبير وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ قالك لأ يعني مش هيبقى. والله. مش محتاجه في الوقت ده. كارترون? ام. اخلي بالك ممكن بمعظور والله. انه هو في التوقيت ده برضو هو الولد ما كانش مكسر الدوني. اه كان عندنا. بس انا مش عقد تذكر اسماء اللي عندنا في التوقيت ده مع كارترون عشان ما يعني ما ما معنزعلش حد. يعني ايه في فيه ناس انت تقدر تقول انا انا وجهة نصر مسلا. انا اكرم معاه في الجونة انا معرفش هزيه مشي من الاهلي. ام. بس انا مشي ليه? لما شفت اكرم وتعاملت معاه. ام. فهم ومشي ليه. بس انت النهاردة لازم تشتغل فردي مع اللعيب. يعني انت قدمت له ايه. اعرفت ايه عن اقرب. امكانية تهيلة جدا. اه. ويحب يتعلم. وبيسمع الكلام كويس. وبيحاول ينفس. اه. بس محدش بيقول له حاجة. عشان يقدر يعمل ده. اه. فانت سايب ويلعب بطريقته. طريقته اللي هي بقى ايه. اه بيجري وخبط. انا مش عايزه يا حبيبي. قلت له مش عايزك تجري. انا قلت له مش عايزك تجري مش عايزك تخبط يا بابا. انا عايزك تعرف انت تجري فين وراح فين بس. اه. مش عايز منك كتر من كده. انا مش مطلوب من ان اться طلع على الخط تاكرا. قلت له حضوط التمنتاشر شد خطين كده من عال التمنتاشر. ما تطلعش برا التراج ده. اه. لو قلت له لو هيجيب الجلمن على الخط سيب بيه وفيها ملاكش دعو. اه. قال لي يعني اه. قلت له اه قلت له يا حبيبي لهوا على الخط عشان يجيب يقول هيا يعمل ايه? هيدخل يقول لجوه وهيجي لك. ايه. كده كده جاي لك. فانت ما تروح لهش خليه جي لك. مش مشكلة. بس خليك في الظلم بتاعك عشان نفسك يبقى معاك وتبقى دايما وقف على رجليك. نظمت له التحرقات ونظمت له. اختلفت معاه تماما. حتى لما رجع لأهل اكرم دلوقتي. كان حتى وقت ما كان بلعب باكريت اقول لهم ان الجماهير شايفها قوي وما فيش جناح واتأرجز عليا والكلام ده نتعرفها اكرم. هو سيخن مع. سيخن مع الباكريت لدرجة نقاط لعب في اللقاء التلفزيوني قال لك انا باكريت. اه. اسمع بس مني. اكرم. مش اكرم. لعب الكورة. اه. انا عايز العب. باكريت ماشي. طب يلا هلعب. هدخل في نص الملعب ممكن ما لعبش فيه خلاص انا تمام. طب لما شايفيني باكريت وانا بلعب. انا باكريت. اه. بس اوقع. لا اكرم ستة مرعب. اه. وقفوا برضو عن حياتة التدخلات دي بعد الاصابة التانية. انا كلمته. انا بعد الاصابة. يا ابني. يا حبيبي في حاجات يا اكرم ملهاش داعي. مش محتاج ان انا انزل على الخط وتزحلق وهي كرة طالعة اصلا اول ما تطلع. يعني في حاجات ملهاش خطورة اولا اهمية ان انا ممكن اتعور عشانها يعني. انما الحاجات الخطر اهم اللي عايزه. بس في الحاجات اللي ملهاش داعي دي بلاش. فالحمد لله الدنيا نرجع للفترة اللي انت اشتغلت فيها مع فاطل وحسام غالي. ليه الناس شايفة ان الفترة دي فشلة? على مستوى قدرة التعقدات. عشان الناس كانت عايزة اه عايزانا ان نطلع نقول احنا بنشتغل على ايه? وده ما ينفعش في الاهلي. وعمره ما حصل في الاهلي. طب ليه ما تعقدتوش مع صفقات? لأ. تبين شغلكم يعني. لأ لأ. انا فاكر مع موسم كارترون الصيف ده. جاب اللعب كليبالي تقريبا المدافع. اه. وتقريبا كنا قافلين يعني ما 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 كانش في البداية ما كانش مطلوب. في بداية السنة ما كانش مطلوب لعيبة. اترفض من النادي نحنا نجيب لعيبة فما جبناشه. وده مش دوري مش دورنا. اه. شهر واحد اشتغلنا على لعيبة ولكن الناس من شهر احتاشر عايز تعرف من اللعيبة وانا اقولها لك ازاي. مقدرش اقول لك انا بتفاوض مع مين وبتكلم مع مين. الناس انا ما شفنا في النادي الاهلي. اه. في تاريخ النادي الاهلي. حد بيتفاوض من حد وحد بيعرف عنه حاجة اصلا. يعني. شايف ان خسرة الاهلي من الترجي ظلمتكم. اه. ظلمتنا احنا. اه. ما هو اصل اصل الفكرة في ايه? الفكرة ان لما الاهلي خسر من الترجي. كل جميل الاهلي بسط على سكوات. زي دلوقتي. ما هو اي خسرة في الاهلي. خلي بالك. بس ده 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 هو الامر الاهلي. طبع ما بتخسر. هيروح لافف فبراية على ايه? اللعيبة. مين? وانتو ما جبتوش. لا بس لا مقارنة بين لعيبة الجيل الحالي واللعيبة اللي كانوا مع كارترون عشان نقول منصفين. لا كان واضح ان اللعيبة اللي مع كارترون محتاجين دعم. صح كده? اه. اه. اه برطول دلوقتي بيقول لك احنا محتاجين دعم. لان في لعيبة طلعت. يعني هو بيقول دلوقتي اللي محتاجين دعم لان قليو ديانجي خرج. لان احمد عبدالقادر خرج. فانت العمك اللي محمد عبدالقام خرج. اه علي معلول اصيب. اه كريم فؤاد اصيب. فانت بقى العمك اللي كان عندك في الموسم الماضي. مش موجود دلوقتي. تمام. انت الحتة الوحيدة يا بوجة ناصر اللي هي المفيها اللي فيها المشكلة هي حتة السيرت باك. اه. انما علي معلول خرج جبت حد. ديانجي خرج انت عندك ستة مميزينجد. ست العيبة مميزينجد. اه. يعني كل حد بيخرج لا فيه بديل. ولكن الفكرة اللي مش شاف ان احنا محتاج جراسها. يعني محتاج حد مختلف عن اللي عندك. والحد المختلف اللي عندك هتجيبه كام ومنين. اه. اه دي برضو لازم تحطها في حساباتك. احنا شريحتنا عالية. اه. كجمهور اهلي. احنا بنا بنتكلم في في اربا. وانت ما تدارش تعمله. فلازم تبقى برضو نهدى. عشان ايه. انا طبعا انا كريدا. كنادي اهلي. نفس اجيب فيرية ريال مدريد تلعب في العالة. هم. بس هل انت تقدر تعمل ده? لا طبعا. تقدر تغطي الفلوس دي متقدرش. فخلينا نجيب في حدود المناسب. ما ما نبقاش عايزين نجيب حاجة اعلى مننا بكتير. ده وجهة ناظري. انما في لعيبك ويس طبعا. انما اللعيبة كلها اللي موجودة في الدور الدور الممتاز. انت عندك احضر منه. ما تقارنش لعيبة عندك بلعيب في دور الممتاز. ده وجهة ناظري. اللي عندك افضل من اي حد. يعني انت ما شافت اي لعب ممكن ينضم الفريق من الدور الممتاز. دور الممتاز? لا. اللي عندي افضل. اصلي على فكرة دي دي نظر القلر. والله اللي عندي افضل. طب ماشي طبعا انت اجيب من اين? ما انا بقول لك يبقى يعني دلوقتي يعني انا اجيب عشان يبقى اسمي بجيب. لا. مقصدش. انا. ممكن تقول مين ممكن في اللعيب في العيبة في مصر. ممكن نيجي يبقى مميز في الاهلي. مصريين لعبة مصرية. هقول لك. لا هقول لك القصة بالنسبة لي بيفكر فيها ازاي. يلا. انا بفكر بروح للمراكز اللي عندي. حال. انا عندي شرطة في اي مركز هتطر الروح ان انا اتفاوض. مش لازم بالضرورة اللي هيجي ده هيكون افضل من اللي عندي. بس على الاقل يعمل اللي عندي ده وقع في مطر. الاقي غيره بمعنى. تمام. انا جانب الدفاعي ماشي. لو لو فيه سنتر بيك يبقى تمام. ما فيه سنتر بيك تالله لحد من ناشئين. طلع عبدين راح تم ارض. تعالى الوسط الملعب. انا بشوف ان وسط الملعب كوالتي امام عشور كوالتي افشا. كنا ممكن نحتاج كوالتي افضل لكن نقول ان عمر السايم ممكن يديني مع الوقت يديني حاجة. لكن. في حد تاني غيره? في نص الملعب تتحس انه في مصر? لا لا لا. هو يدي النقطة بقى. الاجناحة بقى. الاجناحة مين اللي يجي عندك يكون مميز. لأ مش فكرة شرط يكون مميز. لا. اديني العيب. يعني يعني ممكن اقول له. الديني الايب فى الدوري. زيكو. عمل موسيمين كويسين. مش افضل من اللي عندي. منا نمقولش انه لازم يكون افضل من اللي عندي. بس انا دلوقتي عندي شرط فى. مين ما كان عبدالقدر? حلوة ثانية واحدة. يبقى انت دلوقتي ايه? يبقى انت دلوقتي ما انت لو جبت مش افضل من اللي عندك الجمهور اول حد هيحزبه. ما الجمهور انت بتتكلم في نادي اه وابلع في زد. اه. ناقل كان في حرس الحدود. حلو. وعمل موسم هيل جدا مع حرس حدود. ده ملعب كويس. اه. بس انا عمل برضو موسم حفز على الموسم ده. اه. وفيه البنوبي. طاهر. كان عام لي في الماولين. كسر الظني. ايه اللي حصل? ما بقولش انه هو وحش ومشي كويس على فكرة لان اللعيب من اكتر لعيب اللي انا بحبه. هو هو بيبزل مجود كبير. من اللعيب اللي انا بحبه. اه. بس هو في الماولين افضل. بالضبط. اي لعيب هتجيبه من نادي كان مميز? في لعيب هتجي الاهل الموضوع مختلف. يا جماعة لا. زد هدية. احتمالات نجاح صفقة زي زيزو او البنوبي في النادي الاهل قدية. ما انت بتجيب الصفقة على احتمالات نجاح. صح. انت مش بتجيب الصفقة انها هتنجح. انت بتجيب على احتمالات نجاح. تصل. حسين وبرستاو برضو. نعم. حسين وبرستاو طاير هلعبه. مش معاك. وهم هيبقوا موجودين بعدهم. طب ما ده اللي احنا هتجيبه. ايوة. ما انا بقول لك. لان الناس مش عايزة كده. سيبك من الاتفاق اللي احنا بنقوله. احنا عايزين انا وانت دي حاجة. انا فاهم. واحنا بنخطب جمهور. الجمهور عايز ايه? عايز افضل. هل انت الصم عايزين للامان اهم ما عايزين انا عبدالقادر كان بيلعب بعض المطشوات وخرج. انا انا كنت ضد خروج عبدالقادر. عبدالقادر كان عايز يخرج. لا اما هو مش عايز يخرج ليه? لان كان واصل مع كلر في وقت من الاوقات هو اولا عبدالقادر يعني اه اه عاوز يحترف بقية طريقة. دي قناعته ان هو ما يبقاش هوش. لا هو قناعته ان هو المعاملة ممكن يكون ميدي ايه. تمام. ان هو الراجل بيتعامل معه او متجهله. او ما بيتدلش مساحة كبيرة. ممكن. اه قاعد خمس شهور. بس هو جزء من الخمس شهور كان جزء يعني انا لما ييجي مدير فني يسلم علي. بعد مباراة انا صعدت من دور المجموعات في افريق. اتجاهل السلام عليه. فماتش الهاتف السوداني. ما طبيعا للمدير الفني. اتجاهل قوله. ليه ليه ليه? يعني هتجاهله كده? لا اكيد ما اقول اللعب بيفكر. زي انت لسه ايه. طبعا. 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 يبقى انت زكي. ده دورك بقى. دور مدير فني. اه. في وقت انت بتتجاهل الموضوع. مش لازم كل حاجة تبقى شايفها. فاهم. مش لازم كل حاجة تبقى شايفها. لان انت لو كل حاجة شفتها وقفت عندها. انا بشوف كل حاجة. بس في حاجة مش هروح لها. بتروحش تعمل مشكلة وتروح للمشكلة برجليه. مش ده وقت المشكلة. طبعا. برضو ده انا لازم يعني ده زكاء من المدرب يعني. ان انت فيه وقت انا لا شاف العب ده ازعلانه متدايق. مش لازم النهاردة يبقى التعليمات ليه. ما تروحلوش بقى وتعمل مع مشكلة وتقول سواء هو هو اللعب رضو فعله غلط. ما انت يا ابني يعني. انت فاهم انا اصدقى. انا بشوف اللعب الدايق. خلانا مدير فني اه. انا عايز اعمل مشكلة مع عبدالقاتر. حلو كده. اروح للم تنرفز اروح اتخاني. مش هتراح اتخاني معي. هفتح معها اي حوار. اه. وها غلطه. اه. في الاخر قدام الناس مين اللي غلطانا. اللاعب لان ده اللاعب مدير فني مدير فني. انا بشوف ان اللاعب ده بنا ادم. وانا بنا ادم. كلنا بنا ادمين. مم. مفيش حد لسلطة على حد. السلطة الوحيدة ان ادوار. انا مدير فني لي حقوق ان انا عايز تمرين يبقى بشكل كوي. لو اللاعب ده متمكنش بشكل كويس ترده. انما في وقت لو اللاعب متدايق او اللاعب حالته مش افضل حاجة تجاهله. تمام. تجاهله عشان الامور تمشي. زي ما انت انت بتتجاهل انت مشيت لي من نادي الاهلي في الفين وتوانتاشر. ليه? اصناب كل ما اسألك تاخدني اللاعب. خالص. خالص? والله خالص. طيب. الناس ليه برضو اجابة? شايفين ان حسام غالي ومحمد فضل? انت انت مش متاخد في في الحتة دي شوية. عشان اه بش في الصورة يعني. انا بحسب نفسي معاهم. اه بس انت موجود معهم. ليه شايفين ان التجربة دي فشلت? الناس شايفين لانه محدش بيشوف اللي بيحصل. يعني الناس بتشوف الموضوع من الصورة اللي برا والكلام اللي بيتنقل لهم يعني. انا مش مسؤول انا كريضة مش مسؤولة على اللي بتقال علي في الماديا. مش مسؤولة عن ده. ما تردش حتى عن الحاجة اللي تقال عليك في الماديا? المفروض كنا الرد ولكن انا قلت الفضل والفضل كان شايف ان احنا نشتغل وما نتكلمش فانا راجل مسؤول فانا مقدرش اتكلم ده ده مقدرش هطلع اتكلم اقول اللي بيحصل يعني. اه فانا بقول ان انا راجل اشتغلنا اقصى حاجة وكنا بتشتغل بطريقة مختلفة. وعندنا افكار كتيرة جدا وكان عندنا طموحات تانية اكبر. احنا نعمل ازاي تعمل عايزين نعمل فرقة النادي الاهلي من النادي الاهلي. يبقى ده الاساس اللي انت بتبنيه. عايز تعمل خمس سنين من قطاع الناشئين بتحضر لعيبة تبقى شكل النادي الاهلي وشبه النادي الاهلي بطريقة مختلفة وعندك مجموعة طرف تباعها تسوق وتجيب فلوس وفي نفس الوقت تفيد الفرقة وتوفر الفلوس دي بدل ما تدفع عرقام كبيرة بقى عندك لعيبة انت لعيبة انت بتبنيه بقى لك خمس سنين. ده كانت الافكار اللي كانت دايرة وكان اللي بنشتغل عليها وعادنا اشتغلنا عليها فترة طويلة يعني. كان ده اللي احنا عايزين نكمله يعني. ولكن مش هتعمل يعني الحاجات دي ممكن تكون بتدايق ناس برضو. ان انت بتشتغل بالطريقة دي ممكن تدايق ناس كتير. بمعنى. ممكن تدايق ناس ان انت يعني كل واحد عايز يبقى هو لي دور. فممكن اللي احنا بنعمله ده هيقلل الادوار ناس تاني. اه. فيعمل لك مشاكل. فتبدأ الناس تهجمك. انا انا والله لحد النهاردة انا ما عارف احنا كنا من انتهجم ليه. مش عاق ان احنا بنخلص الصفقات. وانا دور اخلص صفقات. انا مش دوري. اه. اديني. انت عاديتك. عاديتك على كام فترة التعقدات. انا واحدة. واحدة. مالحيتهاش حتى. انا جيت من شهر. انا جيت من شهر واحد. اه. يدوب خلصنا كان فيه لعيبة اه. اتفاوضنا معاها ومضناها. لحد ما النادي يدينا قرار ونبدأ نتعامل. اه. وفيه لعيبة ما يعني ما خدناش فيها القرار. انتم مضيتوا حمد فتحي صح? اه. اه. اجرالدو. اه. مين تاني? اه. وكان امام معشور. مضى? اه. وامد فتحي وحسين. محمد حمود. دول مضوا معكم. حسين غالي هو سبب ان انتم تمشون? ده خالص. احنا بصوا لك حاجة. يعني تاني. احنا مشكلتنا كلها ان احنا اتحطينا في حتة. اه وان احنا مش مش شغلنا ومش شغلنا والكلام ده وانحنا شغلنا والادارة عارفة ان احنا شغلنا ما يجهز. ما انت في الاخر انت بتاخدش خطوات لوحدك. انت حاجتك جاهزة وما موجودة في مجلس الادارة. الادارة هنا بتقرر ننفذ او ما نفس هم اللي بيقوله مش انا. مش دوري. طب المدير فانا مش عايزه. اعمل انا ايه? اجيبه ازاي? ازاي ما حصل مثلا مع امام عشور? احنا ما جيبناهوش. اه. انا? اعمالي. ما اقدرش اتكلم فانا ساكت. فبدأت الناس تضغط ان حد تاني يجي. احنا اعترضنا. وقدمنا اعترضنا ليه? ما احنا خلي بالك هو الموضوع اصلا انا مش صاحب النادي. بالزبط انا راجل شغال في مكان. انا مليش حق اعترض. ايه. ولكن انا موجود في النادي في 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 حتة معينة. اه. هتجيب حد معي في الحتة دي. انا شايف ان الحد ده مش مناسب ليه في طريقة الشغل. شكرا. هو كان جاي معاك احتراما. ولا كان جاي بدا لك. لأ معاك. اعترض اني نبقى اني بقى مع بعض. تقولنا لأ. الموضوع مش مش. لأ ليه? لان انت في الاخر. خد بالك كان له نجحات. ليش دعوة? اه. ان شاء الله يا رب يكون جايب اه اه احسن احسن حد في العالم. انا مش عارف اشتغل معي. ليه? مش عارف. يعني انت النهاردة هتفرض علي حد يشتغل معاك غصب عني. انت تقف وتجربت التعامل معا. ما انا عندي اسبابي بقى. ايه? لا ما انا مقدرش اقول. انا اسبابي قدمتها لمجلس الادارة. قدمت اسبابي. طبعا. بدليل احنا اتنين مشين. يبقى انا قدمت اسبابي ولا لا. قدمت اسبابي. بس خلاص. سيخد بالك الطرف التاني من حق الرد في اي وقت. لا. اه. اي حد يرد. انا باتكلم على موقف حصل. يعني قصة ما كانش قصة حسام غالي زي ما بيصار في الاعلام. لا لا حسام غالي ما شاء الله خبر. حسام غالي اعترضنا على الموقف ان احنا عاملين وهو وقف معانا في صفنا ان انا هو شايف المجهود اللي احنا عاملينه. اه. ان حسام شايف معكم عشان المجهود ولا عشان صحاب. انا ده موضوع. والشغل نفسه لا بيختلف. اكتر حد اختلف مع انا انا وفضله كان بيختلف معينا في عاجات كتيرة جدا. انا وانا في وجونا اختلف معي كتير. وما احنا اصحاب لو هنمشيها بالصحاب احنا بالعكس. اختلفنا كتير جدا وبنختلف ونقعد مع بعض نتخانق مع بعضه في الاخر شغل. نقعد بقى برة تعالى نشرب شاي وقهوة والله جميل. انما الشغل لا طبعا. والوقت ده كانت مصلحة النادي احنا يعني احنا بندور على مصلحة المكان. انا راجل اهلي يهمين الاهل ينجح. اه. سواء موجود او مش موجود. لو انا حاسس ان انا هبقى موجود هضر. همشي. وده اللي احنا حسنا ان احنا كده هيبقى فيها. فشكرا. اعتذرنا. خدتوا قرار جماعي. اعتذرنا اه. هي لجنة كلها كت مع بعض. انتوا يعني قدمتوا استقلتكم ولا تم اقالتكم? لا احنا اعتذرنا. والله اعتذرنا. اللي هو ايه حاجة تلتة خالف. اعتذرنا. احنا مش الوضع مش هيبقى اه مش هننجح مع بعض. اه. فمين اللي هتضر? النادي. وده لا يمكن يحصل. او نقبله. ولا حد فينا نقبله. يعني لا 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 يا حسام ولا يا فضل ولا انا. هنقبل ان الموضوع يحصل. ان احنا نضر المكان. هل حسام كان كان عنيف في فكرة عرض يعني اه وجهة نظر وده كان سبب من الاسباب? انت وجهة نظرك طالما اه با اه مش وجهة نظر اه. مرسلة. مرسلة. وجهة نظر ملموسة. ما تضعش تكلم معي اصلا. انت راش تقولي حاجة. انت نهاردة لما اجا اقولك. انت اخدت الكتاب ده. وانا معي الكتاب اهو. بقولك ان هو موجود اهو. خلاص. انت هتكلم معي في ايه? انت متكلمش. انت تتكلم معي طول ما فيش حاجة ملموسة. اه. صح كده. كلام ريح جاي. نقول زي احنا عايزين. انما لما اجا اقولك انا مش هارف اشتغل لان انا في مشاكل فالمشاكل اهي. سلام عليكم. ده اللي انا قلته. انا ما اقولش غير كده. فمشيت. خلاص. موضوع ما كانش محتاج ال 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 اللي حصل ده لان الموضوع ما. وبر حسام تماما. والحد دلوقتي انا بقوله ان هو بر حسام. وحتى هو جوه دلوقتي يقولك. حسام هو بيعمل. لا ايش علاقة بالخصص دي خالص. حسام بره للخصص دي كلها. يعني انا وحسام مش بيخليكم تستعدوا لأي منصب جوه النديم. انت او فضل. والله خالص. الفكرة. يا ريتنا بنعرف نعمل ده. اه. والله يا ريتنا. يعني فضل انا شيء فضل متأخر جدا في شغله. متأخر على اللي هو مش موجود دلوقتي اصلا فرق في السحة. فضل متأخر جدا ده وجهة نظر. ولو انت بتقول ده. وهي بتترتب او ايا كان اللي بيحسن كان زمان فضل ده في ليفل تاني خالص. اه جميعين رفض. لأ مش مش شرط الاهلي عموما في الرياضة. اه. انت فاهم ان اقصد بيه. انما انت عايز تقنان ان يعني حسام بيحاول يدخل فضل. اه. والله انا مش بحاول اقنعك. انا بقول لك نبض الشارع. نبض الجمهور. كل وقت عشان هم ربطين العلاقة فهو دايما هتبقى مسمى اي حاجة تحصل. حسام عايز يجيب فضل. اه. ما بيحصلش الكلام ده خالص اصلا. الكلام ده مش مطروح وما بيت ما بيتقلش اساسا. طب لو فضل طلب. في وجود حسام غالي في الناد الاهلي. فضل ممكن يستشعر الحرك ولا عادي. الشغل شغل. على حسب. انا عارف ان انت يعني من خلال دراستك انت وعلاقتك بيهم يعني. لا لو لو فضل هيفيد المكان وهو جوه حسن هو هيفيد هيروح طب. بس يبقى حسن هو راح يعمل حاجة. خلال باقي عندنا مشكلة كلها نحنا. مش عايزين نبقى موجودين بس. عايزين نبقى موجودين بنعمل حاجة. ما هونا يعني. يا جماعة والله. انا مش رايح اخد راتب. انا مش رايح انا مش بتاع مراتب. مش قصة فلوس. خالص. الفكرة كلها ان انا عايز افيد المكان. ما بقولش ان انا هاشتغل ببلاش ما انا هاخد فلوس اكيد. بس انا اقصد. لازم افعل مقابل عمل للمكان اللي انا منتمي لي انا بشجع الاهلي. فهافيده. طب لو روحت ما فدتوش. امش يسيب حد تاني يجي اولى ان هو يفيد المكان. ده رايي. احنا مش بنتكلم في هي هي مش مش اخد فلوس وخلاص تمام بريش دعو بحاجة. لا يا حبيب الموضوع ما مشاش معنا جدا خالص. اللي اشتغل اخد فلوس. ما اشتغلش خلاص يبقى انا برا. مش هفضل قاعد واشرب شاي وتطلع لي فلوس. لا طبعا. مش الكلام ده ايه. بص ما تزعلش مني انا انا عشان ايه? اه احنا بنتكلم. انا عشان بطرح بعض النقاط. ولو كابتن محمد فاضل قدامي هطرح اطرح نفس الاسئلة لان ايه? يعني برضو نطلع بامور جداية لان انا بشوف ان في بعض الاوقات بتبقى الصورة مش واضحة. طب ما انت يا جماعة ما بتوضحوش الصورة. فخلاص تحمله النتيجة. فاهم قصدين? بس. انا من اول يوم الموضوع ده انا طلعت اتكلمت. اتكلم يعني انا ما يعني. انا بتكلم ما بغلطش في حد. انا بتكلم ان انا قدمت ما اه يثبت ان انا على حق. مم. مش ايد. تمام. ايه اللي بيحصل بعد كده ده مش قصتي? كابتن ردش حتى بيمسك اي فريق خلال مطوشين تلاتة اربعة بنبدأ نشوف بصمة للمدير الفني. ونلاقي فيه كرة وفيه حاجة بتتنفز على ارض الملعة. اربع خمس مطشوات تانين ما نلاقيش كابتن ردش حتى موجود. شايف القصة دي ازاي? القصة دي ان احنا ابتديت خانينا ناخد فترة الجونة. كانت ايه ممكن فترة اطول شوية. اه. اهدى شوية. فكان فيها الحمد لله. ونجاحات. وكان فيها نجاحات. وكان فيها نجاحات. فترة الدخلية. بداية الموسم. ما فيش امكانيات. ما فيش ملديات. امكانيات اللعيبة اللي انت بتجيبها بتتكلم يعني الناس بتدي خمسة ستة سبعة مليون جنيه. وانت بتتكلم في امتين الف وتلتمية الف جنيه. اه. فانت بتجيب نوعية المتاحة. في الحدود اللي انت بتتحرك فيها. اه. وابتدينا السنة بشكل عملنا فرقة برضو كويسة. وابتدينا بشكل اه. الى حد ما كويس ولكن اه امكانياته حدود. هتفضل ماشي لنهاية السنة هدوب يا رب نقعد في الدولة. تمام كده? ام. قعدنا فترة في البداية الامور ما كانتش افضل حاجة عشان الانسجام مش موجود. الامور بدأت تتحسن. كسبنا برامز. كسبنا الحرس. جينا في شهر واحد كنا بلعب لاسماعيلي وتغلبنا من اسماعيلي ثلاثة واحد. حصل هنا ان هم عايزين يغيروا. ام. فانا لو رجعت بقى للماتشاط لو انت عايز تحلل فترة كاملة. او ده اللي انا بشوفه يعني. ان انت تبص على الماتشاط كلها. خسرت نقطة ازاي? وعمل ايه? انا خسرت ازاي مالك? نقطتين. مشكورنا الاساسي. مشكورنا الاساسي. اه اه. يوم اللعب بتاعي ما لمساش هيها جات في دماغة الراجل وطلعت وحسبها عليها. ايه. وجات فيها جنف اخر ديه. بلعب البنك الاهلي. اخر ديه كسبان تلاتة اتنين. طرب الجزاء الوحيد اللي شافها الحاكم. مم. وتلعبت وتصدت وتلعبت واشتغلنا وراح مرجعها عادة تاني. مم. اده كم نقطة? اده اتنين واتنين اده اربعة نقطة. ملاعب فاركه. دقيقة اه واحد دقيقة تسعين. كرة بالعرض. طلع راجل راجل ركب الكرة جول. الحاكم مصفر فاول. طب تستنى ما تدخل وارجع شوفها في الفور? لأ مصفر قبل ما تدخل. فهنا مينفعش يرجع للفور. بالزبط خلاص خد كرار. فلما رجع حتى للفور يعني من باب الشكل يعني. رجع للفور وراح اسيبها فاول برضو. مم. فاش اي حاجة. حتى كابتن شوير وقتها طلع علق على الجول ده. مم. فاتت بتتكلم في كام مقطة. يعني كده باسم ايه حناديم بنتكلم اده تلاتة واربعة ده سبعة. سبعة دول. ابقى في المركز الخامس في الدوري. مم. عندك ماتشين تاني. لا كانوا مهو كان اخد قرار بقى. ما انا بقول لك بقى. ما اقول لك ليه انا بقى انا بدأي من ايه? ان الادارة معاك اصلا في المرحب. اه. فعندك ماتشين تانيين بلاعب فيوتشر. اول ربع ساعة مطرود من اتنين. ماتش اللي بعده باللاعب المقاولين كسبان واحد سفر اضطرد من اتنين. اتنين في اتنين. اربع لعيبة في الماتش التالت مش هتلاقيهم اصلا بلاعب. راح الكويسين. فلما يقع منك اربعة من الفرقة. انت راح بمين? صعب جدا. بكلامك كمان ان انت بتكلم على فرقة. الحمد لله متكونت كويس ولكن ادرنا ان احنا لو 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 النقط اللي انت بتكلم فيها دي. خدتها. انا في مركز خامس. ام. انت عامل بفرقة دي انجاز. ولكن احنا مشينا من الداخلية في مركز تلات واشر. كان تحتنا تلات فرق. مم. اللي نزلين. احنا في فرقة رابعة واحنا اللي فوقية. مم. الترتيب ده انهيه بيس سنة وقعدوا في الدورة بي. مم. دي فترة الداخلية. انا بكلمك على فترة كان فيها كورة كويسة جدا وعملنا مشوك كويسة جدا فيها كمان. فترة المحلة. قبل ما تروح المحلة. كان المحلة بعدها. هل الطبيعي? هل الطبيعي ان انت ماسك فريق امكانيات قلالة دي? انت تفكر في لها بكورة حلوة. اه. ده لازم. دي سماتك انت بقى. بقى. الله اللي عاجب عاجب. يعني اصلا 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 اتفاهم ان انت هممكن تقول لك ايه طب ما انا لعبت تحت الكورة. وابدأ اه 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 زون وابدأ افكر في فكرة ان انا اه اه جاي بلعيب سريع اللعاب لمرتدة جات المهم ما اخسرش. صح كده? اه. الجملة دي تحديدا وجهة نظري. ايه. هي المخالية كورة في مصر زي ما احنا شايفنا جدا. ده رأي. ايه. الجملة دي تحديدا. المخالية كورة في مصر عملة تنزل وتقلب بشكل رهيب. لان انت لو رجعت من الالفنات لحد الفين وواحد خلينا الالفين وخمسة الفين وستة سبعة. هنا كان في كورة. اه. اللي بعد كده اللي اموره نقع يا حافين. لتا. ليه? لان من الناس كلها بتقولك. مش مهم. مهم تكسب يا عم يقف ورا ولعب طويل وتجي وجونه يلا وقفل واطلع. كورة ايه اللي هتقدمها. عملة تنزل تك 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 التحد. انا وجهة نظري. الفرق بيني وبين اي حد. عالش نعسف. انا عايز اشتغل كورة عشان شغلي بان. انا بشتغل. طب خلاص طبق. افتحت الكورة ودي طويل وبالظروفها. ما تجيب اي حد بقى. اي حد يقف. عندك اغلى مدير فني في العالم. معظم ما تشاطه بيبقى تحت الكورة. سيميوني في قتلتكم. وكورة الدفاعية وانعبة التحولات من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية يوم. واغلى مدير فني في العالم. حلو. بس هل السيميوني هو بيلعب دفاعي زي اللي يبقى اللي بتلعب عندك في الدوري? الدفاع اللي عندك? لا طبعا. الدفاع خلا بلك ما هي ده طريقة. اه. انا حتى انا في الداخلية مكنش بهاجم برضو بالشكل الكبير. اه. لكن بتقف ازاي? حتى بقى لها شكل. اتحرك ليه شكل. الحركة ديناماكية في الخطوط لها شكل. طب انا بشتغل الدفاع. انا بقولش ان انا هو انا كنت في الجونة زي الداخلية. لا طبعا. لا طبعا. انا الجونة بكنت بيهاجم اي حد. بيهاجم اي حد. ليه? امكانيات عشان الملعب بيساعدك? لا. عشان. خلينا اقول لك ان المقاريات الهوم دايما في الجونة يتقال اصل الهوى. اصل مش عارف ايه? اصل ملعب الجونة مختلف. ملعب الجونة صعب تلعب فيه. انتوا بقى عشان معتدين على الملعب ده? ولا الموضوع برا اللي تردخل. الحقيقة نتيجة كويسة في القاهرة. ما انا انا عايزك ترد اصل ده الكلام مش بتسمع الكلام دك وش بتسمع كلام ده. طبعا. الكلام ده مش يعني الكلام ده مش منطقي. انت بتلعب في افريق. اه. هكون اسوأ مجونة. يعني هكون احسن مجونة يعني اجيد لا يعني. هي الفكرة كلها نقلب عليك. بس احنا دايما في مصر عموما. اي حد يعني. بيحط الشماعة قبل ما يلعب. تبقى محضرها عشان ايه? اللي قدر لات غلب ولا حصل حاجة. بس الملعب والباب وبالتاع والفتح وقفل و ايه عمى الجو ده? يعني ما اشتغله بقى. الناس تشتغل ما فيش الكلام ده. ليه نجحت او ظهرت بشكل واضح في تجربة الجونة عن التجربة الاخرى. عشان فترة الجونة ما كانش فيها تدخلات خالص. مم. فترة الجونة تفضل عيش. فكانت الامور بالنسبة لي طبعا اهدى وابعنا لعبها بشكل كويس وكان ما فيش تدخلات. ما فيش اه. اولتر اولتر بوالية الجونة عن اولتر بوالية الاهلي. ليه ما نجحش في الاهلي? عشان ده الاهلي. اه. اه. مش بس ده لعب. انت لما تخسر في الجونة او تضيع فرصة ايه المشكلة? لان لما تضيع فرصة في الاهلي. اه. ده هنا بتتقلب. طبعا لما المخرج. طب هاي كانت امكانياته تأهله الاهلي? اه طبعا. لا امكانياته عظيمة. ولكن دخوله في الاهلي غلط. ده دخل اللعب بعد ما يبعد يومين. اه يعني المدير فان احرقه. اه ده وجهة نظري. بلغة الكرة يعني اقصد يعني. وجهة نظري. واي افرق بياخد وقت شوية. عشان يعني يندمج ويحس انه في مكانه بياخد شوية وقت. انا بشوف ان هو حرق وحرق شريف في الفترة دي لان الشريف. بربو عليك. اه. صح كده. لما لقى اولتر بوالية جارك بمكانه رجع كم خطوة برضو. صح كده. اه دي كانت وجهة نظري. اه. انا بس الزمالك بطر. لا. والله. والله لا. تخيل. يمكن عشان انا فاكر مطش الجونة ومطش الداخلية. قللي النتاج اللي عملتها قدام الاهلي. يعني انا خلينا فترة الجونة. انا ما خسرتش ولا مطش من الاهلي. انت كسبت برامات زي في الموسم ده راح جاي? اه. اه. اصح? اه. انا ما خسرتش من من الاهلي ولا مطش وانا مدير فني في الاهلي. حل. اه. خسرت في الزمالك. خسرت في الزمالك. لما كنت بلعب زمالك خسرت. اه. اه. بسرت مطش اربعة تلاتة. كنا متعادلين تلاتة تلاتة في اخير دي او جالهم مطرب الجزاء. فاكر انا اه. اه. وعملنا مطش جامل جدا. ده حقيق. اه. واتغلبنا منه في. كان عبدالله جمعة تقريبا. كان عبدالله جمعة لخدرك الجزاء. اه. في استاد المقاولين في استاد بيترو سبورت اتغلبنا واحد صفر من من الزمالك برضو. والمطشات تانية تعادل. فاتغلبت منهم مطشين. ازاي ما. انت مجدير فني اهلاوي. تمام? اه. اتكلم معك بوضوح. وغاية لك مباراة الزمالك والجونة في الجونة. تعادل الجونة تقريبا بتسلم الدوري اللي نادل اهلا على طبقه من ده. وقتها طلع. اتنين اتنين اتنين. اه. وقتها طلع خالغ غندور وكان كابتن خالغاندور في قناة نادل الزمالك قال لك ايه الغل اللي انتو بتلعبوا بيدها. والقصة واحتفال احمد ياسر ريان بال. اتعملت مع المباراة دي ازاي? بوضوح. قبل المطش. وبعد المطش. خاصة لما توجه انتقادات ان فكرة. اصل حسام غالي اهلاوي واصل بداش حتى اهلاوي. لعبة الجونة اهلاوية. والله العظيم ما كان فيه اي حاجة بتقال في سكة الاهلي. خالص. ماليش علاقة. ولا حسام ولا انا. اه. ولا فتحنا الموضوع ولا اللعبة فتحة الموضوضة نهائي. ده مطش في اخر السنة عدنا شهر مريحين. ايه. وفي اخر السنة جدو الغريب ومطش اغرب وحاجة يعني صعبة جدا. كان عندي ريان جاي من اصابة. وكان عندي لعبة مش جاهزة مية في المية. ولعبة جاي من راحة. احنا بنلعب نتبسط. ده كان الهدف من الموضوع. ماليش علاقة انا بل بيحصل ايه. ولكن ظروف المطش والتنشانة اللي حصلت دي العيبة في الملعب. انت مشدود وانا مشدود. طيب انت مشدود ليه. ما هو انت بتقول له انا جايب العب له. لأ ما تشعط اهل زمالك لأي لعيب. انا باستنها من سنة للسنة. اه. انا لعيب يعني. بارد نفسي من خلال. طبيعي اه. عايزة بقى كويس. انا كالعيب. وانا كمدير فني بدء. اه. مدير فني اول مطش اللي هي مدير فني. وقف على الخط فعايزة اكسب انا كمان. يعني هو انا يعني. فهي هي هي مشت كده ان انا ما وقتها بشعار الاهل. هل كابتن حسن بخد اي موقف اداري معهم ولا عدت الموضوع وخلص. لا 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 اسكلمتش خلاص خلص. اه. وبدأنا بقى موسم جديد. يعني خلي بقى لك الميزة في الجنة ان انت بعيد عن كل حاجة. اه. فاصلنا وقفلنا ويلا باي باي وبدينا بقى الدوري الجديد والموضوع اتقفل. لا ما كانش فيها. تجربت المحلة كنت انت عستكلم عنها. لا تجربت المحلة. انا ازعلم منها لعشان المحلة يعني. البلد انا انا بحبها جدا. انا بحبها جدا. انا بحبها جدا. انا عايز اقول لك ان انا لا يبت في قطاعنا لشين غزل المحل. والله. اه والله. بلد اه ممتعة جدا ولكن اه عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا. عندهم تدخلات غريبة. وناس حتى ما انا خير هنيه بتحب المكان ولا بتحبش المكان ولا نيلة. بتحب الصحة في اسامة خديدة هو اللي ماسك شركة الكورهنك لسه ولا? لا لا ما بقاش موضوع. اه. اه. انا بكلم على فترتنا ان هو كان موجود في فترتنا. اه. ولكن كان فيها مشاكل كتير جدا. انا انا قلت له المشاكل دي. قلت له الناس اللي حاولين الفرقة ما بوزني الدني. اه. واللعيبة في وقتها كانت عقودها قليلة. اه. وبدأت تروح عندية ارقام عالية جدا. اه. فاللعيبة هو اصلا مش مركز معيك. اه. فبقى مش فارق معان زول الفرقة. اه. لان انا خلاص ضمان تعد. انا عايز امشي اصلا. فالفقل انا ما تنزل تبقى مصلحة انا. اه. فانت عندك حاجتين بيشدوا في حيطة التانية خالص. الناس بتشد في اخناقات خارجية. واللعيبة ماضية في اندية. فعايزة تمشي. فانت مش يعني هتركز في ايه. مع ضغوط في الشارع. العيب ماشي في الشارع. العيب الناس بتشتموا. الناس بتهجم عليه. ناس بت. لا كان فيها حاجة غريبة جدا هناك. فاللي كان حاصل لا يمكن ينجح اي حد. مكانش ينفع يعني. تعرف حتى بابا فاسيليو لما نجح. يعني كان برضو ومشي. لأ ثانية واحدة. اه. بابا فاسيليو قبل ما يمشي خمس مشروط ما كسبش. اه ما هو نجح في الاوا بدأ اه. يا حبيبي هو نجح ليه في الاول. اه. اخو خلينا بس نتكلم معك. ها اول لك اهو. اه. اللعيب اللي خلينا على الفترة اللي احنا بنتكلم فيها لحد ما احنا كنا موجودين. ملناش دعو باللي موجود دلوقتي فيه مديات احسن والدنيات غيرت. ولكن الفترة اللي حنا بنتكلم على المحلة فيما سبق يعني. اه. اللعيبي اللي بروح المحلة بروح المحلة ليه. ليه. عشان ما فيش نادي. فيش نادي. طبعا. اه. اخر اختيار هيبقى بالنسبة له المحلة. عشان مدياته. وعشان هو برا المحافظة. ايه. مش عشان هو نادي وحش. عشان هو نادي بعيد. ايه. ومادياته قليلة فانا. هاتطر اروح. اسوأ نفسي فيه. واعمل ايه. ارجع تاني. اروح في حتة تعني. اه. ده الهدف اللي هو الهد. فبيجي يعمل ايه. يبدأ بداية بدليل ان المحلة دايما بدايتها كويس. ايه. بداية بس. اه. يبدأ. احلى حاجة هو عايز سواء نفسي. يجي في شهر واحد. اه. الدنيا تمام. اه. التفق خلاص. تلاقي مسلا انت سبع تمام اللي يبقى يجي لهم عروض. فهو خلاص ما ببقاش معيك. الكيرفي بيعمل ايه? بينزل. ببيطلعش. وده اللي حصل. ده محتاج من اول. بابا فاسيلي هو الكيرفي بدأ. ينزل. ينزل. انت عشان تعدى المضوع كان صعب جدا. اه بس. بابا فاسيلي اصلا كان مشي وبعدين رجعوه وشلوه على الاعناق ودخلوه الملعب وقصة كانت حواركا. كل دي حوارات تدر. وتدر بعدها. اه. اه. ان هما بعدها خمس المشاطات برضو نتايج. ده بيبقى محتاج لنادي زي ده يتعامل مع الوضعية دي بشكل مختلف بمعنى. ان انا اكون مجهز دايما بدايل في الانتقالات الشتوية مثلا. انا شايف ان عشان تنجح في اي مكان لازم كل اللي حوالين الفرقة يبقى هدافهم واحدة. عايزين الفرقة تنجح. انما كل ما يبقى فيه خلافات يعني فيه ناس من الجمهور. وفيه لعيبة. وفيه ادارة. وكل ده بيشد في حتة مختلفة او عكسة بعض هتوع. وده اللي كان بيحصل. ايه الفرق من شغل كابتن ردش حاتا في نادي تابع مؤسسة او نادي غير جماهيري. وتجربته مع نادي جماهيري. لا لا انا شغل ما بيضايارش. انا شغل التعامل. لكن العقلية. اه. ما ده اللي نقصده اه. بتضرك لان انت النهاردة العيب لازم يبقى مركز معاك. مم. طب لما بلا حد هو جاي التمرين لا حد بيشتمه ولا حد بيقفلوا بالعربية. مم. طب هيجا معك يركز معك ازاي? فانت دي المشكلة لانما الطريقة اللي انا مسلا ما كانش حد بيدخل لتفرج على التمرين. هم كانوا بيزعلوا. مم. ولكن انا شايف ان ده صح. ان ما فيش مش المفروض حد يدخل لتمرينك حتى لو جمهورك. مم. لان الجمهور اللي بيدخل عندك مش كله لمصلحته للمصلحة عامة. ممكن تلاقي واحد يروح داخل اي الكلمة يخلي ايه بدي يطلع برا تركيزه فانا كنا قفلين عشان الامور تتحسن. هم كاننا عايزين يفتحوا التمرين للجمهور? اه طبعا. انا عايزين على طول يوم موجودين واخناءات بقى وكلام كده فالموضوع كانت صعبة جدا جدا يعني. صعبة جدا وفي الاخر هم عايزين يشايلوها لأي حد. انا ما بفريش معي. انا عموما بفريش معي في كلام ده لان انا ما بقى عارف انا عملت ايه واشتغلت ازاي واتعبت قد ايه? وبسيبها بقى الربنا اللي انا في الاخر. يعني دايما نقول لهم ايه? في خط نهاية. ايه. خط النهاية ده كلنا هنوقف عليه وكلنا متشافين. وكل واحد عارف وعمل ايه في الموقف ده. عند ربنا محدش هيتحك على حد. حدش هيتحك على حد. كل واحد ايه بشلت ووقفين كده. انا والله انا بشوفها دايما كده. ايه. انا وقف على الخط كده. انا رضا كان مقصرا انا مش مقصرا هو عارف. ربنا عارف. وربنا عالم ان كنت بعمل ايه? انت افترت علي هما نقف على الخط ده هاخد حق منك. لما دي وقت مش هدخل في اخناقات والسراعات ملاش معنى و انا عايز اثبت ان انا على حق لا 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 في ناس كتير ما بتعملش حساب النقطة دي ولا بتفكر في الاخير وجاي جاي جاي هو جاي جاي هو موضوع منتهي فانت النهاردة هتتخاني عشان تاخده النهاردة انا مش عايزه النهاردة خليني نوصل الاخر بس انا لما بروح مكان انا بعرفش اروح يعني انا بروحش اجي متأخر على المعايدي ما بعرفش لو حاولت عملها ما بعرفش اعملها اه انا كده يعني والله بداي يعني لو جيت احنا معدنا المهاردة ساعة تمانية اه انا من فعش اجي تمانية وخمسة انا لو جيت تمانية وخمسة انا بداي اه عمر اللي جالنا تمانية وخمسة عمر بقى اتخاني معك من شوية فانا دي طبيعتي اه في شغلي حتى شغلي انا شغلي بروح النزام والسيستم بحطه وهو ده عشان تدخل تغيره حتى مهما كان وضعك مش يضاير انت محتاج النزام يضاير اصلا يعني نزام الجهة اللي انت داخل فيها تبقى مقتنعة بفكرة ان احنا بنتطور كرة القناة بنتطور واتقلم عليك انا من الناس اللي بدخل اي حاجة بقولك يحصل فيها ايه اه يعني ادخل من اول بس لازم تبقى من بداية يعني بعد ما كون فرقتي اقولك فرقة دي هتروح فين اه يعني انت بتحط الهدف من البداية طبعا تسألني عليه اه طبعا امكانياتهم اه ما يجيبوش اكتر من كده مش هتطلع اكتر ولو طلعت اكتر من كده هتقع قدام بالزبط لان ده صدفة اه ما فيش لان العلم بيقولك ان كل حاجة بتطلع بر ب بدرجات قليلة بالزبط ما فيش دي هتنزل هتقع على وشة صح ايه بالراحة بتبني 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 واي فرقة بتتبني تمشي خمستاشر وتجيب خمستاشر اه ما فيش كده علامة استفهام على الطبع مع علامة استفهام كبيرة لان ما فيش حاجة بتتبني كده لا يمكن الطوبة على طوبة هي طوبة طوبة ما فيش طوبة وعشرين مرة واحدة صح لا لازم واحدة عشان تبني وتعمل العمارة لازم تعملها طوبة طوبة شايف الدوري الجاية ازاي هل الزمالك يقدر ينافس بعد السوبر الافريقي ويداله دفع ولا برامد زي ظل هو منافس نادي الاهلي ولا النادي الاهلي ممكن يعني ما يقدمشي نفس المواسم اللي فاتت شايف القصة ازاي الدوري دايما البطولات الطويلة محتاجة ما تقدرش تتوقع لها حاجة غير ان انت تبقى بتشوف الفرقة في كل فترة بتتعامل ازاي يعني في متغيرات كتير اوه بتحصل في الدوري واشغال اصابات انزارات مشاكل بتقابلك مجالس ادارة ممكن تتغير تدخلات ممكن تحصل كل دي حاجات كل مدايقل ففرص النجاح بتاعلى طب انت تضمن لي دا ما يحصلش هو حاليا اه لما تيجد الكلب لا مش كله بعض المعايير هي اللي ممكن تضمنها لكن من هنا زلك ما تقدرش تضمن بالزبط كده فانت ما تقدرش دول النهاردة مين هيوضل ماشي باستمرارية اكبر غير المنضبط المنضبط الاداريا لعيبة توفيق لو مش بتاعك فده كل دي حاجات ما تقدرش لكن في احتمالات للنجاح نتيجة لان في نسب اه نسب يعني يعني الاهلي قدر لما لما اصيب علي معلول قدر يجيب اه يا حتى الله اه لما خرج محمد منعي جاب اشرف داري زمالك جاب مشلاك اه برامد ده اهم الصفقات يعني يعني اللي اشتغلوا عليها اه برامد زي جاب اه صديق اجولة مثلا جاب عبد الرحمن مجدي اهلي جاب عمر سعي شايف الدنيا ازاي شايف ان الفريتين دعموا تلات فرق دعموا بشكل كويس الدورة هيبقى صعبة جدا ولكن المتغيرات هي اللي بتحدد كل حاجة المشكلة انت بتعرف تدير مشكلتك ولا لأ هيفرق عدد الجوالات في الدوري لان اخد بالك الجدول بشكل مختلف في المرة دي مش كتير يعني عدد مش مش قليل قوي يعني عدد كبير برده ستة عشرين تقريبا وسبع عشرين انا اقصد انت عايز كده 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 في استمرارية اه اه في وقت طويل وكل ما الوقت بيطول كل ما في مشاكل بتحصل مش بتاعتك فانت بتحاول طول وقت تقللها عشان تقدر تستمر يعني آآ غير الاصابات ففي حاجات كتير قوي تتغير بس انا بقول ان آآ آآ ان بيراميز خدت كيس هينقلهم في حتك وياس هاديهم دوافع مختلفة طبعا لانهو ما كان خلاب لك كان موضوع بقى عقدة آآ لا اخوة كان فعلا احنا كنا شايفين ان ممكن الموسم اللي فات ده النهاية 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 صح ده صح ده حايا انما هو ما كسبه كيس غير الوجهة خالص طبعا لان انت النهاردة ما انت طول ما انت حاس ان انا الشقة دي انا ارفتها وحشة كل ما تدخل تلاقي مشكلة كل ما تدخل خلاص بقى انت لحد ما تيجي تدخل مرة تلاقي الدنيا الحمد لله تمام خلاص يبقى كده فيكمل بقى فانا اتوقع ان هم عندهم هدف ان هم ياخدوا بطولة او حاجة حتى في البطولة دي هم داخلين مركزين جدا انا انا بقول لك وهيبوا في الدول مركزين جدا وهي يعني هيبوا انا وجهة نظر هيبوا اخوة من السنة اللي فاتت لان هم حسوا بتعم البطولة صحة الطعم ده اه مختلف ده وافع اه ده وافع كثير اتخليك تدوس بنزين الاخر يعني طبعا كابتن حسام حسن صعد اه امم افريقيا اربع فوز اه اتنشر نقطة من اتنشر نقطة لم يستقبل اي هدف شايف تجربة كابتن حسام وكابتن ابراهيم مع منتخب مصر ازاي نجحة ولكن ايوة احنا بقيا وصلنا للحيطة انها عايزين ناخد بطولة يعني انا عايز اخد بطولة افريقيا طبعا توصلت انها ايه؟ عايز اروح كاس عالم عايز احقق في في حاجات كاس عالم فهو ده الهدف اه اللي اتحقق كويس ولكن بنعمله بنعمله كتير يعني عملنا كتير وصلنا بطولة افريقيا كتير ولكن الاصعب ان انت تحقق بطولة لان البطولات المجمعة غير البطولات المجمعة غير بطولة افريقيا غير كاس عالم غير امتى قدر اقول ان كابتن حسام حسن نجح حتى لو كانت نتاج مختلفة انا بتكلم هنا بكلم مدير فني يعني اوصل نهاء افريقيا عالاقل اه ليه لان انت بانت بتمشيها باي اداء مش هتوصل لنهاء باي اداء مستحيل لأ اقصد لأ في اداء مثلا كان اه يعني كان بيتخذ علي علامات استفهام مين انا معك اوخ لا مش بدأ بسك لا لا والله يعني كيروش اتكلم اتقال اتقال ان انت لا خلينا كمل لك اتقال ايه اه اتقال اداء ادفاع جدا مفيش مورالع ابنها غير فوزنا بيها غير موراك المغرب هجوميا جدا اه تتكلم ازاي لا طبعا اقوم لو بتطلع مترتبة ومستر كوبر نفس الكلام كان برضو. طبعا. اه. وده لان احنا قول ملوقع العالمين شوية. بالزبط ان الفكرة مش الاداء حلوة لا الاداء في جمل ولا لا. بالزبط. طريقة اللعبة دي. انا واقف كده وخلاص. ولا انا واقف عشان انا هعمل حاجة معينة بتطلع واحد اتنين تلاتة انا هفوق. خلاص. اه. لا ده شغل. بدليل ما انا قلت لك مش هتوصل نهائي. كده. لازم في شغل. طيب. الفترة اللي فاتت دي شايف فيه شغل اه في منتخب مصر. يعني راضي عنه بنسبة كم. اداء. النتيجة الراضي عنها مية في المية. طبعا ما خلاص. اه. اداء لا يعني لا يتعدل اربعين في المية. لا يتعدل اربعين في المية. لان انا اه بشوف ان احنا احسن المفروض نبقى احسن من كده. وخلي بالك مش بقول كده عشان انا وجهة نظري. اه حسان حسن مظلوم في القصة دي. مظلوم في القصة دي. طبعا. ليه مين اللي دير القصة دي? كل من له علاقة بكرة القدم مسؤول. عن اللي بيحصل ده. ماشي بس. احنا لسه بنتكلم دلوقتي عن كوبر. وكيروش. انت قلت عمله اداء منظم. تمام. مع نفس المنظومة بالمنازم. انا وجهة نظري ان الوجوه بتختلف بس يا نفس. لا اه. ما قصدش كده. اه. ما اقصد ان طرق ما انت النهاردة طريقة حسام غير طريقة الناس التانية. اه. هو عايز يعمل ايه? يهاجم. اه. صح كده? اه. طب انت هيتهاجم لازم يبقى عندك اسلوب. اسلوب ده عشان يحصل لازم اللعيبة دي اساسا يبقى عندها اساسيات. اه. اساسيات هنا بتقول شغل تاكتك. احنا عندنا في لعيبة عندها شغل تاكتك. انا بي اعتمد على لعيبة المحترفين. ترزي جيه مرموش وصلاح ومصطفى محمد. لا لا لا. ترزي جيه مرموش صلاح مصطفى محمد محمد عبد المنعي. لا محترف مبالح بالليل. انا انا عايز واحد محترف بقاله فترة عشان قال ايه. اه. عندك اربعة على اساس اه اربعة في الحدة الهجومية. اه اه. ولكن نص الملعب بخط الظهر. عندك مشكلة. اه. انت عندك مشكلة انت معندكش اتنين في مركز. انت بتتكلم في ايه? انا بنتكلم في ايه? انت مش عايزين. انت معندكش اتنين في مركز. انت عبد المنعيب لما بيغيب اه حمد الفاتح بلعب سردباك. في دولة فيها مية واحنا بقنا وصلنا مية وكاية معي عجرة. كان معك حجازي. ما انت عملت يعني عملت النقطة دي مع حجازي. ايوة ما انا بقول لك يعني انت برضو يعني انا اقصد ان احنا انا شايف ان احنا بلد تستهل اكتر من كده. لان احنا الكرة دي بالنسبة لنا رقم واحد. خلينا في المتاح. انت مسلا دلوقتي معك. انت بطول غاب. فعلا عبت بحمد فات طم انت قلت معاه لعدك حجازي. ما كانش حجاء كان حجازي. اه اه ماشي بس انت انت الطبيعي تبقى عندك كم واحد? اخطر منهم. انا وجهة نظري انا عندي متين محترف. انت عندك متين? لا. على اقل. المتين محترف دول بيجي المعسكر بتاعك لو انت بتحتاج خمسة وعشرين لعيب في منهم عشرين لعيب محترف. لازم. عشان تقدر تجاهد بقى اللي بقى بيحصل دلوقتي. انت بتركز عالم. خدنا الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشر بلعيبها من دور المصر. خلاص بقى القصة دي افلك وسانوا متضايب. الجيل ده غير ده خالص. والجيل ده كان مميز ليه? ليه? لما انت تجيب ست سبعة من الاسماعيلي. مروحوا داخلين في النادي الاهلي. مع ست سبعة اصلا موجودين مميزين في النادي الاهلي. مع جيل واحد وتمانين مع جيل ثلاثة وتمانين وتعمل المكس ده. يبقى عندك في كل مركز تلات اربعة لعيبة كويسين. هتكسر الدنيا ما طبيعي. فعندك كان الرأس حربة مين? ميدو. عمر زاكي. عماد متعب. محمد زيدان. ايو بس انت لما تكلمت الوقت تروحت النادي الاهلي. لما قلت. اه انت اصدق على المنتخب. بكلمة على المنتخب. اه. 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 ده كان في وقت لعيب في الفين وثمانية. اربعة. اربعة. بركات ابو تريكة احمد حسن محمد شوقي. سيد معوض. انت بتتكلم في في اللي عاديين في البيت. حسن عبد الربو حسن غالي. العاديين في البيت كارسة. اه حسن عبد الربو حسن غالي. اللي مش موجودين كارسة. هل انت عندك لسكوات ده? لأ. مش بقلل منهم. لعيبة جامدة جدا. لعيبة كويسة والله هيب السلم. الانسجام اللي كان بينهم في الوقت ده. مش هتعرف تعمله. لانا المنوضوع مختلف تماما تماما يا. والله مش بحبطهم بس هو محتاجين احنا محتاجين نتعب شوي. في ملاعب. في ملاعب. اه. تتعامل بشكل محترم. مش ملاعب مباني. ارضية الملعب ده اللي تهمين انا شخصية. ام. ارضية الملعب. ارضية الملعب لازم تتغير كلها عايز تتغير. كلها تصلح. فاكر مانو الجزيل لما كان بيعترض على ارضية ملعب السوداء القيارة. على كل حاجة. اتالع ليه مجنون وقتها انتم بتيت. ايب وعشان احنا بالنسبة لنا طالما الملعب اخدر يبقى تمام. هو مش اخدر. يا بس خلاص. مش اخدر. يا جماعة ان نجي لنوع ان نجي لنفسها الاسترزات لما بيجي اللي عب بيلف ممكن تجيب له صريبي. الناس مش هادر تفهم. ده الناس فاكرة ان هو الملعب الله جميل. ده قد على عمر جمال. اه اه عمر جمال. في ماتش في بانسويف تقريبا او في اسيوت ملعب ملعب بترول اسيوت. كان ملعب صعب يعني كان الوقت طالع كده داع. داع. لما تعمل الملعب خطوط يبقى كويس. لا طب. الموضوع مش كده. يا جماعة يعني اتعبوا شوية. الناس كده هتتعب. والله انت كده اللي هتتعب. والله العظيم مش. والله العظيم انا انا بقول لك حاجة. اه. انا بشوف اه وجهة نظري يعني. مفيش حاجة يعني انا عايز كل حاجة تتغير صح? ام. لو رضا ما تتغيرش مفيش حاجة تتغير. ام. ما عاملة بقى اعلى. في حدود متاحة بالنسبة لي. عشان اوصل الاخر انا عايزة اعزة المنزومة كلها تنجح. والمنزومة ده عشان تنجح. لازم تتعب. تتعب. ملعب تبقى كويسة. بيتراعها كويس. بدرجة تانية يبقى ملعبها محترمة. ترش ملعب نجيلة فيها قد كده وفاقه حفر ولعبي الكرة بتنط قدامه ولعبيه على وشه يتخارشم. ايه يا جماعة ده? هتطلع والله بص يعني. انا ما بدش عارف مين المسؤول. انا بدش عارف. انا اوصل مرحلة مش عارف المشكلة عند مين. اه. انا بشوف كمية اهمال رهيبة. رهيبة. في كل حاجة. ناس مهملة جدا. جدا. ما عادش عايز يشتغل. ما عادش عايز يتعب. يعني ما عادش عايز يتعب. يعني كل واحد في مكانه عايز يععد يشرب شاي ويقضت ساعتين ويروح. ايه يا جماعة ده? يا يا جماعة يعني يا يعني انا بقول في مقابل المد انت بتاخده. لو انت ما اشتغلتش بيه في شبهة حرام. ده وجهة نظري. فيه? انت بشتغل انا باخد منك مقابل صح? انا جيت معاك الحلقة. باخد منك فلوس. لو ما 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 اهتمتش وراعيت ربنا في في الحلقة. يبقى انا فلوس دي بقى فيها شبهة. صح. في بشغال مدير فني. باخد مقابل المد عشان التمريني وعشان المطشاط. ده باخد مقابل المد كل شهر. لو انا ما اهتمتش باللعيب. واكل والشرب واجهة قبل التمرين بساعتين تلاتة واحضر التمرين واشتغل. اقصى حاجة. لو انا روحت بقى شربت الشاي وشي خلت ساندويتش ومشيت ده. ده شو بيت حرام في الفلوس. صح. فهي كده. ما مش بس لها هم بالشكل ده خاص. انا ماشيها. انا ماشيها حرام وحلال. صراحة. انا. هو ده الاصلا المفترض يمشي والله. طبعا. وبعدين انا حتى لما اشتغلت. يعني ما روحت النادي الاهلي لقيت ان الناس ماشي كده. سيستم محطوط. راجل ما تتأخر. والله. اه طبعا. راجل تأخر. راجل اعمل مشكلة. عشان كدنا الاهلي في المقدمة دايما. بالزبط. فانا بقولك ان في حاجات كتير قوي لازم تتغير وفي حاجات ناس تتعب شوية والملاعب دي تتزبط والناس تسيب مساحات للناس تشتغل. والله ما اكون مبالغ والله لو قلت لازم نعترف اعتراف واضح ان مدرسة النادي الاهلي الادارية على مرة تاريخ هي الافضل ولابد من الاستفادة من مدرسة النادي الاهلي الادارية في ادارة كرة القدر المصري. طيب انا هقول لك ليه الاهلي وجهة نظري الاهلي. قلت. ليه متفوق في الحاجة دي. ام. مفيش حد موجود في نادي الاهلي سواء في مجالس الادارة دلوقتي او سابقة. ام. كان له هدف شخصي. مستحيل. ام. انا. مفيش انا. النادي. انا باتكلم على اللي انا شفته. صالح سليم. ام. حسن حمدي. الخطيب. ام. محمود طاهر. ام. مفيش حد في الناس دي. انا عشرت تلاتة. فترة محمود طاهر محضرتهش. ام. بس قياكلامك على تلاتة انا حضرتهم. ام. عمرك ما تسمع حد بتكلم لك انا عملت. مستحيل. الاهل. الاهل الاهل. يعني بعمل اهلي. النادي. النادي. هذة فلوس في النادي. هذة مش عرابة اعمل النادي. 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 خطيبنا بسمعه. طول الوقت. عمرك سماعة تحملك. انا اللي عمل صوت. لود. مش عارف ايه. اصل Wolham أنا اللي حمل. فين حسن حمدي? تسمعك عنه حاجة من ساعة ناساب النادي؟ لا. ليه ما عمل. لو انت بتتكلم على ان انا عملته ما عمل في نادي الاهلي كتير جداً. تسمع حاجة عنه. راجل محترم في الحفلة بيجي. يقعد ويراغ. نفس الكلام محمود طاهر. نفس الكلام صالح سليم طول عمره في النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي. محشجم باسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي. مش صالح النهاردة. اكتر واحد يتهاجم. في حتة اللقس الاداريا ومش اداريا نحقق كل حاجة. ده حقيقة. سمعت وطلع ايه اللي انا عملت? لا. كل ما يطلع اتكلم النادي. 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 ده عمل النادي لايه? تتعب عشان. العكس كابتا محمول خطيب بيطلع فيوقات بيكون النادي فيها اخفاق فيقول لك عندنا ملفات عايزين نرجعها. طبعا. عايزين نشتغل عليها. يعني عايز اقول لك انا كنت في الازع وعمل كنت عامل السوديو في الازع لمباريات اهلي وزمالك الدوري قبل اللي فات. وفيزين على الزمالك اربعة واحد. فجبت الاستاذ العامل فاروق راح مطلع عليه على التليفون فبقى اقول له يعني قدرته الموسم ده. يعني تحصده كل شيء. اه فزتوا دوري ابطال افريقيا فزتوا بالدوري النهاردة بتفوز بالتوجي الفوز بالدوري على الزمالك اربعة واحد. قال بس احنا عندنا ملفات لازم نرجعها عندنا سلبيات. اللي هو الاجابة يعني انا قلت له انت عامل قال لا. ما احنا لو ما شفناش السلبيات مش هنقدر نحافظ على النجاح ده. بالضبط. فهي ما انها جاية في نالة كابتن حنو قطيب طلع بعد الفين وتمانتاشر بعد ما تشتراجي قال لأ عندنا ملفات هنراجعها. خدنا البطولة اللي بعدها. او خرجنا البطولة اللي بعدها بتاعت الخدنا بقى اللي بعدها وصلنا النهائية طول الوقت. انت عشان اهدافك دايما مية في المية. ما هنفعش تجيب تمانية وتسعين. ده ايه. فبداور على الاتنين دايما. عشان. اه اه الطبيعي والنورما اللي هيحصل مشاكل. طبيعي. طبيعة وتخسر بطولات. ولكن طول ما انا بدور على الاتنين في المية. هفضل محافظ على الحتة على الاقل الكاركتر اللي انا في. بالضبط. طول ما انا بدور على النواقص الحاتتين حاتتين حاتتين. لو اتنين في المية بتدور عليهم غير لما تبقى بالخمسين وقول لك فل او كده اه. خمسين ده زي الفل احنا عملنا فينه بانا فين ده احنا. انا عملته ويطلع يطلع الناس تتكلم ان هي بتعمل بناء على الاخفاخ القديم. يعني اللي كان قبل اللي كان قبل ما عملش عشرين في المية. فانا عملكه خمسين. اه بالضبط. فاهم وده انجاز? لا مش انجاز. انت فاهم. ده انت بحظك حلو انا دايما بقولك حظه حلو ليجي بعد حد فاشل. اللي هو اي حاجة بيعملها بتباني. احنا عايزين ايه? احنا عايزين طول الوقت بنظهر على احسن 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 وما فيش مجلس مجلس الهدارة في نادي الاهلي كل واحد يسد يعني الشمس. انت تعملت بشكل مباشر مع كابتن صالح سليم رحمة طلع ليه? اه. بس له عادة ما بيعودش مع العيبة ما بيعودش. اه كانت مرة واحدة. مرة واحدة. وقبل وفايته يعني بعدها وبعد شهرين كده توفى. اه. ولكن لا صالح سليم. بشكل فردي ولا كان جماعي? لا كانت الفرقة. الفرقة. اه. اه. اه كان. بس برضو بتكلم عن نادي. اه. انا كل الناس اللي عادة انا بتتكلم عن نادي. نادي الاهلي. يعني ما حسيتش حيطة الانا دي خالص. في النادي. طوله ما انا موجود التلات سنين لو موجودوا في الاهلي. اه. ما شفتش حد بتكلم عن نفسه. انا ما شفتش حسن حمدي اصلي. خطب. اه. ما شفتش في النادي. اه. يعني ما قابلتوش مرة ما قابلتوش في النادي وجيه في مشاكل ما فيش مشاكل فيه موجود فيه ادارة فيه ساست مشغال الخطيب موجود اوقات كثيرة جدا كابتن ثابت اللي ارحمه كان موجود الناس كلها ديروا هوا لم ينشعر هوا ما بتدخلش مش رأيسي نادي داخل يلا ايه وانتصور ايه ده ما فيش كلام ده خالص كان موضوع مختلف تماما طبعا كابتن رضا هو كان الموضوع مختلف ولقائي معك كان الحياة مختلف انا استمتعت بشكل شخصي جدا الحقيقة يعني. وكلام مسمر. لان انا انا بشوف ان لازم لازم. مش بجاملك والله انا مقولش كلام ده الكل اللي جامعيها الحقيقة. لكن انا وجهة نظر ان لازم قرة القدم المصرية تستفيد من امثالك الحقيقة. حبيبي ربناك. اه حد شغال بشكل كويس جدا. حد بيتطور من نفسه افضيته للوقت. هزكر معك محمد شوقي. بشوفه نفس القصة. بيحاول اشتهاع نفسه بشكل كبير جدا. فانا هتمنى نبدأ نفكر في القصة دي ونغير شوية آآ قصة ان لازم ان انت بقى عندك خمسين ستين سنة عشان تبدأ اتوتمد عليك. بص يعني آآ يعني طبعا هنتكلم في القوزية دي هقول لك بقى بسرعة عشان. اه. انا بشوف ان انت محتاج آآ تدي فرص لناس صغيرة وتديهم مساحة من الوقت. انما ما تدينيش فرصة وانت ضغط على نفس ان انا انجح بكرة الصبح. اه. اش حاجة اسمها كده. اه. حاجة اسمها في عامل الوقت. وعلى عامل ان انا انت عندك صغفية وبتدينا فرص. حتى الجمهور نفسه. اه. لازم يدي مساحة للناس تنجح. انما انت عملت فطس فيها كل شوية في اي مشكلة تقول انت ازاي ومش عامل. انت يا جماعة طبيعي ان انا ممكن وقتا ما ما بقاش افضل حاجة. ده عادي. اه. عادي على فكرة الدنيا كده. ربنا خلقها كده. ده حي. احنا في حياتنا ربنا مهما كانت مهما كنت صالح. اه. ومهما كنت بتعمل خير. اه. ومهما كنت اه ملاك بيرفرف الارض. هيجي وقت ربنا هي اه هيعبك. طيب ابتلاقش. هي نفس الفكرة. انت لو هي واخدينها دايما برا الموضوع يعني اوقات بيحصل ده. فده عادي لازم لازم تغير. عشان النجاح عشان الناس تنجح. ده هي. المناخ لازم يتحسن عشان كلنا ننجح في الكورة وفي كل المجالات بتاعتنا. احنا محتاجين. ثقافة اوان. يعني الضمير. ضمير. ضمير. ده حط تحت ضمير دي مية خط. ونشتغل بما يرضي الله ونتعب شوية. احنا محتاجين مش هلنتعب شوية. احنا كدولة محتاجين نتعب كتير. عشان احنا محتاجين عندنا نواس كتير محتاجين نتعب عشان عشان نقدر نوصل لحاجة طاليخ باسمه. احنا يا جماعة احنا بلد يعني ما ينفعش نبقى في الكورة حتى على الاقل في اللي بيبقى فهمه يعني ده خاصة ما اوضاش هتكلم حاجة دانية. اه. في الكورة احنا لا احنا متأخرين جدا على على حاجات. ما ينفعش نبقى هناك. معدل التطور في كورة القرى المصرية اقل بكتير من الطبيعي. معدل التطور? اه. بمعنى اقصد. انت لو قلبت الاية ورجعت من تمانية وتسعين. ده لنا كنت اقصد. هتكتشف ان احنا. يعني احنا كده المفترض نرجع صح كده? يا بحنا قلبنا نمشي من دلوقتي من سنة اربعة وعشرين نروح بقى على تمانية وتسعين. كان من تمانية وتسعين. صح. وهو ده اللي انا كنت قول انت عندك ارس كروج عظيم جدا. ومش ادر تبني عليه. والله العظيم كان فيه فيه اندية يعني فيها لعيبة يعني هو ليه? ولكن اه اتمنى اتمنى ان ده يحصل يا رب. ان شاء الله. حقيقة تردى تشرفت بي جدا. ان شاء الله يعني يبقى بيننا لقاءات كتير. يا رب. وان شاء الله يا ربنا يقدرك ويكتبلك النجاح لان انا بسك فيك جدا مهنيا. وكمان فكرة ان انا استفدت النهاردة ان انت حاطت نقطة مهمة جدا جوهرية. هي فكرة منهجك الحلول والحرام. ودي نقطة مهمة جدا للنجاح. وان شاء الله بازن الله نيجي في وقت من الوقات نتكلم عن تطور كرة القدم مصري. يا رب. يا رب. وما نخبطش في تمانية وتسعين نتلق. ان شاء الله. حقيقة يا كابتال روضة بشكركم جدا. وطبعا بشكركم جدا يا رب تستمتوا بالحلقة. اه ان شاء الله ما اضيف اخر مع بودكاست فين جان شاي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة